مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان برحب بحضراتكم وحلقة ويوم جديد من أيام المحترف أكيد قبل ما نتكلم عن الكرة العالمية والدوريات الدوريات الأوروبية وأكيد هنتكلم على كاس السوبر للأفريق مبروك لجماهير النادي الأهلي العظيمة مبروك للعبين مبروك للجهاز الفني ومجلس الإدارة بطولة جديدة تتحطي بدلاب كثير من البطولات هذه الكاس إن شاء الله هتكون موجودة في دلاب النادي الأهلي بالجزيرة البطولة دي بطولة غالية جدا 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 البطولة ديت الناس كتير جدا جدا يشتغلوا عليها حبدأ باللعبين اللعبين يمكن اللي كانوا يعني كثير منهم يتحمل الكثير من الإجهاد والتعب والضغط لكن بتظهر صورة لعبي النادي الأهلي كالعادة بلاس ناينتي بلاس ناينتي مع النادي الأهلي وأنا يعني لعبت كتير في أوروبا ويعني لعبت فرق كبيرة جدا جدا بصراحة يعني وبدون مجاملة ما لقيتش هذه الروح غير في النادي الأهلي وكأن البلاس ناينتي بقت تركيبة في الـ DNA بتاعة لعبت النادي الأهلي تركيبة في الـ DNA بتاعة جماهير النادي الأهلي تركيبة الـ DNA مزروعة جوه الجهاز الفني وكل من ينتمي للنادي الأهلي مش بس في الفريق الأول أنا تعلمت كده وأنا صغير في النادي الأهلي وأنا كان لسه عندي 11 سنة بدأت أتعلم في النادي الأهلي أن النادي الأهلي نادي بطولات أن النادي الأهلي هو النادي يمكن على مستوى العالم اللي لآخر لحظات من المباراة وبيعود وبيجيب وبيسجل وبيهدف وبيجيب بطولات لدرجة أن كثير جدا حتى من عدم يعني من ناس غير المنتمية للنادي الأهلي بتحس إن ديئة 90 دقيقة لما بتيجي بتحس بالضعر بتحس بالخوف حسينا بدوت في لعيب النادي الرجاء حسينا في مشجيع نادي الرجاء اللي بنقولهم هاردولك على طبعا الهزيمة قدية مباراة جيدة جدا نادي الرجاء من النادي الكبيرة وقد مباراة كبيرة أمام العملاق النادي الأهلي زي ما بقول لحضراتكم بلاس 90 وتركيبة الـ DNA الموجودة لكل من ينتمي للنادي الأهلي على مستوى الجماهير تحس أول ما بتشوف بلاس 90 تقول دلوقتي النادي الأهلي هجيب جول دلوقتي النادي الأهلي هجيب البطولة البلاس 90 لما اللعبة بتبص في الساعة وتحس إنها الرابط على بلاس 90 أو على ديئة 90 بتقول هي دي اللحظة اللي هنجيب فيها البطولة الجهاز الفني كذلك مجلس الإدارة كذلك فتحس إن البلاس 90 ديت خلاص بقت تركيبة DNA في كل من ينتمي للنادي الأهلي الكاس الغالية اللي قدام حضراتكم كاس تاريخية ليه كاس تاريخية؟ لأنها بطولة قرية والنادي الأهلي النادي الوحيد في العالم اللي بيحقق بطولتين على المستوى القري في سنة واحدة الكاس دي كانت موجودة في النادي الأهلي من 7-8 شهور تاني النادي الأهلي بيعيد البطولة وبيعيد التقلق وبيعيد السعادة ليه جماهيره؟ في نهاية سنة أعتقد سنة سنة بطولات للنادي الأهلي سنة كانت مليئة بالبطولات على مستوى المحلي على المستوى الدولي على المستوى الأفريقي وهذه كاس السوبر الأفريقي بقول لكم هي دي التركيبة الـ DNA بتاعة البلايس 90 كل جماهيرين نادي الأهلي العظيمة بنقول لها مبروك دايما بنقول الأهلي فوق الجميع الأهلي فوق الجميع بالبطولات الأهلي فوق الجميع بالالتزام بالإصرار بالعظيمة بالتقلق بالتكاتف بكل حاجة ما يخص النجاح والنجاح زي ما بقول لحضراتكم في كرة القدم ويمكن أنا عشت فترات طويلة جدا جدا على المستوى الاحترافي بقول إن دا ما بيجيش بالصدفة إن النادي الأهلي دايما بيحرز البطولات معظمها على مستوى عالي جدا من الأداء قليل منها بيكون ليه فرحة وليه بهجة خاصة لأنها بتيجي في الـ plus 90 ألف مبروك مرة تانية الجماهير النادي الأهلي العظيمة ألف مبروك للجهاز الفني اللي في اعتقادي مستر موسيماني أدى المباراة بشكل أكثر من رائع في ظروب صعبة إصابة عمر السولية لغبطة شوية في الشوت الأول لكن تغييرات في الشوت الثاني قدت روح مختلفة وقدت انطباع هجومي بشكل مختلف أدى إلى فوز مستحق للنادي الأهلي النادي الأهلي كمان على مستوى اللاعبين إيه الجمال والعظم حتى في ضربات الجزاء دي يعني كل ضربات الجزاء اللي سددها لعبة النادي الأهلي تحس أن هما في التمرين فيه ثقة كبيرة جدا جدا فيه أريحية رغم الضغطات الكبيرة جدا جدا اللي ابتقى على اللاعبين في ضربات الجزاء الحاسمة لحاسم بطولة أعتقد كمان على مستوى الهدوء على مستوى التألق على مستوى التركيز كاللعب النادي الأهلي على أد المسؤولية بطولة جديدة بتضاف لدولاب النادي الأهلي في نهاية سنة أعتقد الشخص سنة مليئة بالبطولات بنقول مبروك ألف مبروك لكل من ينتمي إلى النادي الأهلي وإن شاء الله مزيد من البطولات أكيد عندنا كمان حلقة أو فقرة خاصة النهاردة في المحترف عن هذه الكأس عن كأس السوبر الأفريقي هنتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله في حلقتنا حلقتنا النهاردة مليئة بالأحداث خلونا نخش طبعا على أحداث سريعة جدا حصلت طبعا في الساحة العالمية خلال الفترات اللي فاتت هنبدأ من فريق برشلونة فريق برشلونة اللي خلاص أنهى إجراءات الإعلان عن أول الصفقات في الميركاتو الشتوي طبعا تشافي هنرانديز طبعا كشف ده طبعا مدير التعقدات في نادي برشلونة كتب على حسابه على تويتر أن برشلونة بيجهز الأوراق والعقود للإعلان عن التعاقد مع فران توريس طبعا البيان الإعلان الرسمي والنهاردة خلال الأيام اللي جاي خلاص كل حاجة الترتيبات لصفر توريس للعاصمة أو المدينة الكاتلونية أضاف كمان أن برشلونة جهز عقد مدته خمس سنوات من أجل توريس الصفقة هتتكلف حوالي خمسة وخمسين مليون يورو بالإضافة طبعا لعشر مليون يورو متغيرات في هذه الصفقة طبعا شافي هنرانديز كان طبعا وراء هذه الصفقة طبعا لأن طلب من إدارة طبعا إدارة برشلونة إتمام هذا التعاقد المهم جدا لفريق برشلونة اللي بيمر بأزمة أزمة كبيرة جدا في برشلونة على مستوى النتائج على مستوى طبعا ترتيبه في الدوري الأسباني لكن فران توريس من اللعابة المميزة اللعاب صغير في السن اللعاب موهوف جدا هينضم خلاص في المركاتو الشتوي لفريق برشلونة طيب من برشلونة نروح لراموس طبعا راموس اللعاب الأسباني الرائع ولاعب باريس سان جيرمان الحالي تحس أنه هو راموس يعني بيجري ولا الكروت الحمرة النهاردة علق سيرجو راموس طبعا مدافع باريس سان جيرمان على أول بطاقة حمراء في مشواره مع الفريق الفرنسي فيه طبعا مباراة اللي انتهت بالتعادل أمام فريق لوريان كتب راموس على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر طبعا كتبها باللغتين الإنجليزية والفرنسية بيقول أن يوم جديد للتعلم وغدا سيكون يوم جديد للتحسن طبعا بيتطلع دائما للأمام راموس بيتعلم لغاية دلوقتي من أخطائه راموس طبعا شارك مع طبعا بداية الشوت التاني في مباراة باريس سان جيرمان والوران وعايز أقول لكم أن راموس مشواره كله يعني حصل على سبعة وعشرين كارت أحمر عدد كبير جدا راموس طبعا من مدفعين العظماء على طبعا مستوى الكرة الأسبانية والكرة العالمية ولكن يعني بيرتكب أخطاء قوية جدا تسبب من خلال مشواره أنه حصل على سبعة وعشرين كارت أحمر طبعا زي ما بقول لحضراتكو راموس يمكن ما شاركش مع باريس سان جيرمان في يعني الأسبوع الأولى نتيجة الإصابة لكن رجوعه تاني لباريس سان جيرمان بدأ يشارك به يعني على فترات من المباريات وزي ما بقول لحضراتكو المباراة أمام لوران اللي اتعادل فيها باريس سان جيرمان في اللحظات الأخيرة واحد واحد بعد ست دقائق من نزوله حصل على انذارين انذار ثم الانذار التاني وبالتالي خد الكارت الأحمر طيب كورونا كورونا طبعا بتضرب أوروبا كلها يمكن وخاصة فريق ريال مدريد الأسباني يعني يعيش ظروف صعبة جدا جدا مع فيروس كورونا انضم ديفيد ألبا وإسكو لقائمة طويلة جدا من لعبي ريال مدريد اللي أصيبه بفيروس كورونا مما يعني المدرب طبعا كان له أنشولوتي حيفقد 8 لعبين من الفريق الأول خلال رحلته في الدور الأسباني إلى بالباو طبعا أنشولوتي يعني بيقدم دلوقتي طبعا مستوى أكثر من رائع وزي ما بقولنا أن ريال مدريد أعتقد يمكن حسم البطولة بشكل أو بآخر بطولة الدوري الأسباني يعني بتفوق فارق خمس نقاط على أقرب منافسي في قمة الدوري الأسباني يمكن بعد تعادل صاحب المركز الثاني إشبلية مع بارشلونا يوم الثلاثة اللي فات كمان الموجة الأخيرة من إصابة فيروس كورونا بتسبب طبعا خسارة فاديحة في فريق طبعا ريال مدريد فريق أنشولوتي بيتواجد في قايمة المصابين طبعا رودريجو كاريس بيل ومارسيليو لوكا مودريتش واسينسيو طبعا كلهم لعين على مستوى عالي جدا جدا لكن الكورونا تحرم ريال مدريد من هؤلاء اللعبين مش على مستوى أسبانيا بس لكن كمان على مستوى إنجلترا يمكن هنا كمان في المحترف كنا بنتكلم أن في عدد كبير من المباريات في الدوري الإنجليزي تم تأجيلها وأن يمكن فيه رعب يعني بيصيب اللعيبة والأجهزة الفنية من فيروس كورونا طبعا اللي يمكن فيه دلوقتي الدوري الإنجليزي بيتم عدد كبير من المباريات بيتم تأجيلها أخيرا مواجهة ليبربول وليدز يونيتد المقررة طبعا اليوم طبعا يوم 26 ديسمبر لكن كان مقرر أن طبعا ليبربول هيحل ضعيفا على ليدز خلينا نتكلم كمان على مستوى رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية لغاية دلوقتي يعني مصممة بشكل كبير جدا أن الدوري يستمر بشكل كبير جدا ويعني لغاية دلوقتي بقول لحضراتكم 12 مواجهة تم إلغاءها بسبب كورونا خلال الأسبوعين اللي فاتوا طبعا ليدز اضطر إلى طبعا غلق مراكز تدريبه بسبب انتشار فيروس كورونا في خمس لعبين طبعا ده في محاولة من نادي ليدز السيطرة على الوضع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا ارتفع بسرعة كبيرة جدا جدا خلال الفترة اللي فاتت وخاصة خلال الأسبوع اللي فات أكتر من 60% من اللاعبين تم إصابته طبعا على مستوى البريميل ليج زي ما بقول لحضراتكم فيه قلق كبير جدا من يمكن تأجيل بعض المباريات بسبب فيروس كورونا معظم الأندية بتشتكي من طبعا الإصابة بفيروس كورونا وحنشوف الأيام اللي جاية البريميل ليج رايح فيه على مستوى الانتقالات ويمكن ان شاء الله هنبقى مع حضراتكم للإسبوع اللي جاي هيكون عندنا حلقة عن الترانسفير ماركت والانتقالات الشطوية النهاردة كوتينيو طبعا كوتينيو لعب طبعا برشلونة صانع لعب برشلونة محاط باهتمام كبير جدا جدا من أندية إنجليزية إنجليزية بيعايزين التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشطوية في يناير اللي جاي ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن طبعا إفرتون بيخش بقوة في خط السباق مع نادي نيو كاسل يونايتد وتوتينهام على الفوز بخدمات اللاعب البرازيلي كوتينيو أكدت الصحيفة أن وكالاء كوتينيو بيتواصله دلوقتي مع مسؤولي طبعا أندية كثيرة وأن عقد اللاعب الدولي مع برشلونة لسه عنده سنتين لكن المصير في الأمر أنه بالرغم أنه لسه فيه سنتين أمام كوتينيو لبرشلونة لكن طبعا الأزمة اللي بيبر بيها برشلونة الأزمة المالية بشكل أو بآخر بيحاولوا يبيعوا اللاعب خاصة أن تشافي ما بيعتمدش على كوتينيو في المباريات بشكل أساسي وطبعا زي ما بقول لحضراتكم السقف الرواتب طبعا في برشلونة بيحتاج ضخل للأموال بشكل أو بآخر فبيسعى طبعا نادي برشلونة أنه بيوضب أوراقه على مستوى الانتقالات في الفترة اللي جاية خاصة في يناير القادم وبيعرض أو خلاص يمكن كوتينيو يقترب إلى الاتجاه إلى البريميال ليك كمان نبدأ يعني فقراتنا كمان مع الصحف لأن كمان عنوان الصحف هتدي لحضراتكم وانتباع عن الدوريات الأوروبية كانت ماشية زي هنبدأ مع حضراتكم بأهم الصحف وعنوان الصحف العالمية للدوريات الأوروبية يلا بينا نبدأ جولتنا مع ماركة الأسبانية اللي نشرت طبعا على غلفها فوز ريال مدريد 2-1 على أتليتيكو بلباو في لقاء تم تقديمه في الدوري الأسباني عن تقلق كمان كريم بنزيمة بتسجيله هدفين الصحيفة كتبت طبعا مضاد للفيروس بيتكلم على بنزيمة أنه بيجعل ريال مدريد متصدر أكثر بالفوز في طبعا في جدول الدوري الأسباني رغم غياب 11 لعب نشرت على غلفها أيضا هزيمة أتليتيكو مدريد أمام غرناطا بهدفين مقابل هدف وكتبت أعياد ميلاد ماريرة لسه في أسبانيا مع موندو دي بورتيبو الأسبانية اللي اهتمت بالصفق طبعا فيران توريس وكتبت إغلاق صفقة توريس في إشارة طبعا إلى نجاح برشلونة في ضم لعب منشستر سيتي اهتمت الصحيفة كمان بفوز ريال مدريد على أتليتيكو بلباء وكتبت سنائات بنزيمة في سلاس دقائق الصحيفة كان كمان مهتمة جدا بمنفاوضات النادي الكتالوني مع عثمان ديمبلي وكتبت ديمبلي ووكيله يفاوضان للتجديد طبعا عثمان ديمبلي لعب برشلونة بيفاوض لطبعا تجديد عقده مع برشلونة زي ما أقول لحضراتكو جافي في الأسبوع الأخيرة أو في خلال الأسبوع الكمان اللي جاية بيحاول بقدر الإمكان انتشال برشلونة في طبعا في الدور الأسباني بشكل كبير جدا بطبعا تجديد عقود بعض اللعبها المميزة على رأسها طبعا عثمان ديمبلي وكمان قدوم بعض الصفقات الجديدة طيب نروح لفرنسا مع حضراتكو وجريدة لكيب الفرنسية اللي اهتمت بتعادل لوريان أمام باريس سان جرمان بنتيجة واحد واحد وكتبت طبعا انها هدية طبعا تصويبة كبيرة كدا من إيكاردي بالرأس وهتمت كمان بتعادل أولومبيك مارسيليا أمام استاد ريس بالتعادل الإيجابي واحد واحد الصحيبة الفرنسية كمان اهتمت باللعب بنجامين مندي لعب طبعا المين سيتي وقالت مندي طبعا متهم بجريمة اختصاب جديدة طبعا دي على عنوان صحيفة أسبانية كبيرة طبعا زي صحيفة دي بورتيبو الأسبانية طيب نسيب أسبانيا ونروح لإيطاليا كمان صحيفة كبيرة كوريد الاسفورت الإيطالية اللي اهتمت بفوز انتر ميلان على تورينو 1-0 وطبعا فوز الميلان على انبولي بنتيجة 4-2 هزيمة نابولي كمان وكتبت انتر ميلان طبعا بيدوس على السرعة يعني الانتر دايس زي ما بيقوله كده دايس بنزين ونابولي يسكت أمام سيزينيا وميلانو واحده يقاوم وفاز على انبولي بنتيجة 4-2 اهتمت كمان بكاس الأمم الأفرقية 20-21 بالكاميرون وكتبت الكاف يتحدى وكاس الأمم سيلعب الصحيفة كمان اهتمت بنادي يوفينتوس وكتبت يوفينتوس بحاجة إلى مهاجم لسه في إيطاليا مع توت سبورت الإيطالية اللي ركزت على فوز انتر ميلان على تورينو 1-0 وابتعادوا في صدارة الدوري الإيطالي وكتبت هروب انتر ميلان اتحدثت كمان الجريدة عن سوء الانتقالات يوفينتوس والبحث عن هدافه وكتبت يوفينتوس يحصل على هداف مفجر يعني هداف كبير الصحيفة اهتمت كمان بفوز ميلان على انبولي 4-2 وزي ما قلت حضراتكو هزيمة نابولي أمام سيزينيا 1-0 كتبت ميلان هنا مجددا وسيزينيا كبير طبعا ده على مستوى الصحف العالمية وصحف الخاصة على البطولات الأوروبية وزي ما قلت حضراتكو خاصة على مستوى الدوري الأسباني خلاص ريال مدريد عنده مشاكل مع فيروس كورونا لكن في اعتقادي الشخصي يمكن ريال مدريد يعني بيحسم الدوري الأسباني بشكل كبير طيب معانا سكايب طبعا عندنا نجمنا الكبير تريزيجية وعودة حميدة يمكن بعد غياب استمر لأكتر من 6 شهور كمان ستيفن جيرار طبعا المدير الفني الجديد لأستون فيلا طمحات كبيرة جدا جدا على مستوى الجماهير وعلى مستوى النقاط بوجود ستيفن جيرارد على رأس القائمة الفنية لفريق كبير زي أستون فيلا بيسعدنا النهاردة يكون معانا عبر اسكايبا طبعا النجم الكبير نايل كوتلر طبعا نايل من أفضل حراس المرمى اللي لعبه في البريميال ليج على مستوى أستون فيلا ودلوقتي هو المدرب حراس المرمى الحالي لفريق أستون فيلا بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي شكرا لكم ودعنا نبدأ بتهنية النادي الأهلي بمناسبة الفوز بالأمس بالبطولة السامنة للكأس السوبر الأفريكي شاهدت بعض الآيلايتس من المباراة والأهلي قدم مباراة رائعة تهانية لجميع النادي الأهلي من بيرمنجهام والآن أقول لريال مدريد يجب أن تخشل أن الأهلي قد يخطف اللقب وقد يعود ليكون الأكثر تطويجا في العالم الآن الأهلي لديه 24 بطولة قرية صحيح طبعا شكرا على التهنية وزي طبعا ما بتقول للنادي الأهلي في الصراع كبير جدا مع أفضل أندي على مستوى العالم ريال مدريد في على مستوى عدد البطولات القرية إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي خلينا أبدأ معاك على مستوى ستيبان جيرارد طبعا والإدارة الفنية الجديدة لأستون فيلا شايف البداية إزاي مع جيرارد مع أستون فيلا وهل علي سقف طموحات مشجعي ومحبي أستون فيلا مع ستيبان جيرارد ليه وجوده السنة اللي جاية في أحد البطولات الأوروبية من خلال البريمير ليجوى وتواجده من دمن الخمسة الكبار بالنسبة لتموحات جمهير الفيلاز جمهير أستون فيلا مع ستيبان جيرارد في بداية الأمر عندما تم التعاقد وعندما تم الإعلان عن ستيبان جيرارد سيكون أستون فيلا جمهير أستون فيلا كانت سعيدة جدا لأن ستيبان جيرارد كلاعب يملك تاريخ خبير عندما كان يدرب في إسكوتلندا كانت لديه بعض الأرقام الهائلة وهي ما أهلته لكي يصبح مدرب في أنجلترا وفي البريمير ليج لفريق عظيم مثل أستون فيلا ولكن إذا ما عدنا إلى الطموحات جميع فرق البريمير ليج لديها طموحات لكن أستون فيلا وجمهير أستون فيلا يعقدون أمال كبيرة على ستيبان جيرارد من أجل التآهل إلى مقعد أوروبي تعلم المنافسة الصعبة جدا في البريمير ليج إذا ما تحدثنا عن فرق كبيرة وعظيمة يجب على أستون فيلا أن يحارب من أجل أن يأخذ مقعد كبير في البطولات الأوروبية ولهذا إذا ما تحدثنا عن الطموح نحن طمعون ونحن واسقون في ستيبان جيرارد لأن ستيبان جيرارد سيصبح في المستقبل القريب وليس البعيد أحد أفضل المدربين في العالم وليس فقط في إنجلترا لأن أتابع كل يوم ستيبان جيرارد صحيح طبعا كان بداية ولا أروع لستيفان جيرارد مع قدومه مع أستون فيلا ونتائج أكتر من رائعة خلينا كمان نتطمن على نجمنا المصري الكبير تريزي جي عايزين نعرف تريزي جي وصل لأنه مرحلة واقتراب اشتراكه مع أستون فيلا في مبارات البريميال ليج طمنا على تريزي جي من خلال وجوده وتعافيه من إصابة الروباط الصليبي بالنسبة لتريزي جي دعني أقول لك أن تريزي جي شخص هائل شخص رائع يعشقه كل ما في أستون فيلا وفي النادي يملك علاقات طيبة مع الجميع هو مثال رائع لللاعب المصري واللاعب المحترف عندما تمت إصابة تريزي جي كنا قليكين جدا لأنه يمثل عنصر هام في فريق أستون فيلا لكن بالنسبة للحالة البدنية لتريزي جي تريزي جي الآن أصبح في حالة بدنية رائعة وقد يعود في الأيام القريبة للفريق كل التوفيق طبعا لتريزي جي ويمكن إنقل لتريزي جي تحييتنا هنا من كل المصريين وخاصة قناة النادي الأهلي وإن شاء الله كل التوفيق للفترة اللي جاية عايز أسألك كمان عن إحنا طبعا بنتابع من خلال طبعا حصصك التدريبية وإزاي بتشتغل داخل الملعب بنلاحظ أن حراسة المرمى اختلفت بشكل كبير يمكن في خلال العشر السنين اللي فاتوا بأن حارس المرمى أصبح عنصر أساسي في خطة لعب المدير الفني أنت شايف إيه مواصفات حارس المرمى والمناسبة اللي يكون أحسن حارس المرمى في العالم كمان بالمناسبة طبعا حراس الأفارقة وعلى رأسهم طبعا مندي الحارس حارس تشيلسي ومحمد الشناوي والأسماء اللي كانت موجودة في لستة طويلة بأفضل حراس المرمى على مستوى العالم رأيك إيه دلوقتي في التغيير الكل في نموذج حراسة المرمى في العالم أول شيء دعني أتحدث عن الجزء الأول من السؤال بالنسبة لإستخدامي للتكنولوجيا تعلم أن أمجلترا دائما صباقة لدينا العديد من الأجهزة الحديثة من أجل الاستعانة بها في طرق التدريب وأنا أستخدمها بشكل خاص من أجل تطوير حراس المرمى وأنت تعلم أن حارس المرمى هو موهبة أكثر منه صناعة لذلك بعض الأجهزة نستخدمها من أجل بعض التقنيات في المبرارة من أجل أشياء بدنية أكثر منها احترافية بالنسبة لحارس المرمى لكن إذا ما تحدثنا عن الحراس المرمى الأفارقة هناك العديد من الحراس المرمى العظماء في أفريقيا أنت ذكرت بعض منهم لكن إذا ما أعودني إلى التكنولوجيا هذا قد يساعد حارس المرمى أن ينهض بمستوى من أجل أن يقدم كما ذكرت أنت شيء هام من حارس المرمى لأن الهجمة قد تبدأ من حارس المرمى لذلك إذا رأيت بعض التدريبات لي كما ذكرت أنا دائما ما أتعمد أن يقوم حارس المرمى ببدء الهجمة وأن يشارك مثله كمثل أي لعب في الملعب لكن بالنسبة للعبين والنسبة للحراس المرمى هناك العديد من الحراس المرمى لفريقيا التي أتابعهم بشكل خاص وقد ذكرت منهم من دي حارس تشيلسي وأونانا وياسين بونو أيضا حارس المرمى إشفلية وإذا ما تحدثنا عن الشناوي لقد رأيت بعض الآيلايتس لمحمد الشناوي في مباراة الأمس حارس مرمى رائع يستقبلهم مستقبل بير رأيته أيضا في كأس العالم من الأندية لأن كأس العالم من الأندية ببطولة يشاهدها العالم أجمع لذا تهنينا لنادي الأهل الذي لديه حارس مرمى رائع بقدرة محمد الشناوي لقد رأيت بعض من خلال وسائل الإعلام أيضا أركام محمد الشناوي وبعض الإنكازات التي قام بها الشناوي هذا أمر عظيم وتهنينا لمنتقى بمصر أنهم يملكون حارس مرمى إذا ما تحدثنا عن الأشياء البدنية بالنسبة لمحمد الشناوي يحتاج العديد من الأشياء البدنية لقد شاهدت بالأمس دربات الترجيح محمد الشناوي كان قريب من أن يقوم بإنكاز على الأقل دربتين لم تكن ثلاث دربات ولكن هو ذهب معهم في نفس الاتجاه لكن دعني أقول مبروك للشعب المصري ومبروك للنادي الأهلي وتهنينا لمحمد الشناوي وننتظر الأهلي في كأس العالم للأندية أعرف برضو كنت حارس مرمى كبير جدا في أستون فيلا وبعض الأندية في البريميال ليج من وجهة نظرك مين أفضل حارس على مستوى البريميال ليج وعلى مستوى العالم لكن دعني أقول ميندي بالنسبة لي من أفضل الحراس في إنجلترا الآن ميندي يقدم مستوى عظيم وهذا مكسب للكرة الإفراقية زي ما تحدثنا عن ميندي أنا أتكلم بكل شفافية رغم أني مدرب حراس أستون فيلا لكن ميندي يعجبني كثيرا وهو من أفضل حراس مرمى إنجلترا وأعتقد أن أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول يستحق أن يتواجد كثاني أفضل حارس مرمى أنا أتحدث سيما عن الأرقام لأن كرة القدم أرقام صحيح كنا قبل ما يخش معنا كنا بنتكلم على البريميال ليج وبنتكلم على فيروس كورونا وإصابات كثيرة جدا تصيب لعبي البريميال ليج على مستوى الأندية ويمكن طبعا تم تأجيل أكتر من مباراة في البريميال ليج هل تتوقع أن البريميال ليج سيستمر في الأسبوع القادمة أم هيكون هناك تأجيلات وتوقف للبريميال ليج خاصة بعد انتشار هذا الويروس في لندن أو في إنجلترا بشكل عام بالنسبة لمستقبل البطولة الإنجليزية والبريميال ليج المستقبل دعنا أكون صريحة معك المستقبل البطولة في خطر دعنا نمر هذه الأيام وقد نتحدث لأن الدولة والاتحاد الإنجليزي يقوم بتأجيل بعض المباراة بطولة الإنجليزيات أنا حزين لهذا لأن في إنجلترا كلنا قد وصلنا إلى نهاية الأمر والجميع عخز المصر والأشياء بدأت أكثر من رائعة لكن من خلال قناة الأهلي أقول لك شيء هاما أن بعض المدنة التي تعاني من بعض الإصابات وليست إنجلترا ككل لهذا يتم تأجيل بعض المباراة وليس كلها لكن بالنسبة لمستقبل البطولة الإنجليزية قد أكون صريحة معك المستقبل في خطر ماذا يجب عليها أن أقول أتمنى أن تستمر البطولة لأن الإصابات كثيرة جدا في هذه الأيام للأسف بالأمس تلقينا أخبار صادمة أكثر من 90 فرد في رابطة الدور الإنجليزي يعانينا من كورونا الفيروس وللأسف رابطة الدور الإنجليزي تتجه لبعض القرارات الصعبة في الأيام القادمة أتمنى أن تكون هذه القرارات خاصة بالنسبة للدور الإنجليزي والبطولات الإنجليزية أتمنى أن تكون هذه القرارات طيبة بعد الشيء وأن تستمر البطولة أن الدور الإنجليزي هذا العام بطولة رائعة ورائعة جدا وأنجلترا دائما ما تكون مثال للعالم لذا إذا تم منع الجماهير في الأيام القادمة في هذا الوقت تعلم أن أنجلترا تمر بأوقات صعبة لكن السمرار الجماهير في المدرجات يعني أن الأمور على ما يرام إن شاء الله بالتوفيق لأن كلنا بنستمتع بالبريميال ليج أفضل دوري على مستوى العالم أكيد بنستمتع به لكن طبعا تأتي صحة اللاعبين والأجهزة الفنية في المقام الأول آخر سؤال قبل أن ننهم عاك كمان لازم نتكلم على نجمنا الكبير محمد صلاح هل كان بالنسبة لك أيضا صدنا تصدر أو احتلال محمد صلاح للمركز السابع في البلندور وتوقعاتك لمحمد صلاح خلال هذا السيزن هذا العام محمد صلاح هو الأفضل لا أعلم كيف تم اختياره كمركز السابع في تصنيف الأمر كان صعب لنا كإنجليز محمد صلاح هو مصري نعم نعم هو مصري لكن بالنسبة لنا يمثل أيقونة من أيقونات الدور الإنجليزي ونحترمه ونعشقه اللاعب الوحيد الذي يلعب في إنجلترا تعشقه كل جمهير إنجلترا لا يعاني من عنصرية ولن تتم معاملاته معاملة سيئة نحن نعشق محمد صلاح ونكون له كل احترام وسيفوز العام القادم بالجولدن بول إن شاء الله محمد صلاح يفوز بالجولدن بول أو البالندور بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا كان شرفت أنك تكون موجود معنا وإن شاء الله على لقاءات أخرى هنا على شاشة قناة النادي الآلي بنشكرك شكرا جزيلا طبعا ده كان طبعا مدرب حراس مرمى أستون بيلا طمنا على نجمينا الكبير تريزيجي وإن شاء الله يعود سريعا وهو عاد بشكل أكثر من رائع مع فريق الرديف أو فريق الشباب وسجلوا إن شاء الله نشوف تريزيجي في أعلى فورما لي مع أستون بيلا وكمان ده بينعكس إن شاء الله بشكل إيجابي كمان على منتخبنا الوطن فاصل سريع وبعد الفاصل بنستقبل النقد الرياضي محمد الباز عشان نتكلم على البطولة بطولة كاس السوبر الأفريقي الغالية وكمان نتكلم على الدوريات هنتكلم على الدوري الإنجليزي ونتكلم على الدوري الإيطالي وكمان الدوري الأسباني بعد الفاصل أهلاوي أهلاوي والفخر لي طبعا برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب بضيفي النهاردة في حالة المحترف النقد الرياضي المتميز محمد الباز محمد مساء الخير عليك ومبروك علينا الكاس السوبر الأفريقي مجددا في سنة واحدة النادي الأهلي بيحصل على بطولتين على المستوى القري شفت المباراة زي وشفت فرحت كمان جماهير النادي الأهلي مش في مصر بس في كل العالم شفتها ازاي مساء الخير عليك مساء الخير عليكم جميعا تحياتي لجمهور النادي الأهلي مبروك ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي طبعا فوز مهم السوبر مهم التاني على التوالي التامن في تاريخ النادي الأهلي مباراة كانت مباراة قوية جدا يعني احنا يعني شفناها مبارح هي الروح الرجالة اللعب لآخر نفس البلاس تسعين زي ما حدتك تكلمت في الانترو الأهلي معروف يعني استنى مع الأهلي للسطر الأخير في الكصة ما تحتفلش ما تقفلش الكتاب أو تطوي الصفحة إلى أن تنتظر صفارة الحكم مباراة كانت عصيبة في البداية هنتكلم عليها بشكل هنتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل وكمان هنتكلم على كمان الأهم يعني هذه البطولة طبعا بطولة جت في وقت مهم كدا حتى للعيبة منتخب مصر على مستوى الدولي يمكن مش هقول للإحباط لكن طبعا احتلال المركز الرابع في بطولة كاس العرب يمكن أنالت شوية من معنويات لكن يرجع تمن زي ما عودنا النادي الأهلي يعني دايما بيفرح بيفرح شعب مصر كله والبطولة دي زي ما أنت قلت هي بطولة مهمة أولا على مستوى التاريخ لأنه زي ما بقولك ما فيش نادي في العالم حصل على بطولتين قريتين في سنة واحدة وعلى مستوى كمان مستوى التفاعل مستوى الثقة للعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني والجماهير في تقديم إن شاء الله موسم كمان أكتر من رائع إن شاء الله بكل تأكيد يعني الأهلي بطولتين كارتين وربع بطل أفريقيا ثم بطل السوبر مرتين وربع بيثبت هو سيد الكارة وزي ما حدتك قلت لسه من على بعض يعني بضع أيام لسه خارجين من كاس العرب أنا شايف إن الأهلي يعتبر كرد اعتبار الجمهور المصري أو مصر كمنتخب مصر وجودنا كالنادي الأهلي في المحفل الرياضي الأفريقي الفريق الأقوى الأكبر الأهم أكثر فريق أحرص بطولات كانت البطولة على المستوى المتكلم على جمهور مصر ومنتخب مصر كانت مهمة جدا خصوصا بعد الخروج مش عايز أقول إن الأهلي أحرج كرش أو المنتخب ولكن لا أعلم إذا كان البطولة كانت تقريبا يعني واضح إن هي مجرد تجارب للوصول لأفضل سكواد ولكن الأهلي لا بيقول لا إحنا كمصر ممثلين عن منتخب مصر أو بلد شعب مصر موجودين بنرد الاعتبار إحنا نحن الأقوى وزي ما حدتك قلت طبعا دي على مستوى البلد كمنتخب مصر وجود مصر في الكارة ثم على مستوى الأندية النادي الأهلي طبعا سواء كان في تكملة الموسم الحالي دي دفعة قوية جدا في مواصلة الصدارة ويعني الترتيب وتكملة طبعا الفوز بالدوري دلوقتي جمهوري نادي الأهلي بيطالب بيتسو موسوماني واللعبة بالبطولة الحداشر يعني بطولة أفريقيا وقبل كمان البطولة الحداشر إن شاء الله النادي الأهلي بإذن الله كمان قريب عندنا كاس العالم للأندية لكن خلينا نتكلم زي ما قلت في الانترو البلاس ناينتي والدي ان اي اللي خلاص اتحفر جوه جوه كل من ينتمي إلى النادي الأهلي تاريخ كبير جدا جدا من بلاس ناينتي على مستوى اللاعبين زي ما قلت حضراتكم على مستوى الجماهير على مستوى مجالس الإدارة كلها من خلال السنين اللي فاتت وكمان على مستوى المنافس خلي بالحضراتكم كمان إن دي بتبقى رسائل قوية جدا كمان للمنافس حضراتكم شفتوا قد إيه العصبية اللي كان موجود فيها فريق الرجاء والجهاز الفني بتاعه وجماهيره أو الأمور بتقرب للبلاس ناينتي بيحسوا لسه لسه النادي الأهلي قادر وده اللي بيعمله النادي الأهلي زي ما بقول حضراتكم البلاس ناينتي دي إن إيه داخل كل من ينتمي للنادي الأهلي عندنا عندنا بي تفضلوا دون جناح الأهلي الشاب طاهر محمد طاهر اسمه في قائمة أصحاب أهداف الدقيقة 90 وبلس 90 في السجل التاريخي للنادي الأهلي بعد تسجيله لهدف تعادل المارد الأحمر في مرمى الرجاء المغربي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء في الدوحة على لقب كأس السوبر الإفريقي 2021 أهداف دقيقة 90 جينات لا تختفي مع الزمن داخل النادي الأهلي لا ترحلوا برحيل النجوم هي حاضرة دائما وأبدا مع الفريق الأهلوي فكم من أهداف في هذا التوقيت فجرت الأفراح في الشارع الأهلوي وسقطت كالساعقة على رأس المنافسين مثل ما حدث في إياب نهائي دور الأبطال 2006 عندما حلت الدقيقة الرابعة والتسعون وسدد محمد أبو تريكا بقدمه اليسرى قذيفة على يمين حارس الصفاقسي ليعلن عن هدف الفوز ويخافظ الأهلي على البطولة الإفريقية ولا تنسى جماهير الأهلي العديدة من أهداف الدقيقة 90 وما بعدها والتي أحرزت بطولات للقلعة الحمراء ومنها هدف القناص عماد متعب فارس الدقائق العصيبة في مرمى سيوي سبورت الإدواري في نهائي الكونفدرالية عام 2014 والتي منحت المارض الأحمر أول ألقاب بهذه المناسبة وفي ذات البطولة صعد الأهلي لدور المجموعات بهدف في نفس الوقت بقدم أحمد رؤوف في مرمى الدفاع الحسن الجديد المغربي كما كان للزئدقي محمد بركات نصيب في أهداف الدقيقة 90 عندما أحرز هدف مسك الختام لنهائي دور أبطال إفريقيا 2005 بشباك النجم الساحلي مكملا ثلاثية تاريخية للأهلي في ليلة تتويجه وأيضا كان لمتعب هدف شهير في شباك وفاق سطيف الجزائري في لقاء كأس السوبر الإفريقي 2015 ولا ننسى قذيفة الجزار شهاب الدين أحمد التي سكنت شباك الاتحاد الليبي بلاس 90 باستاذ القاهرة الذي اهتزت مدرجاته وبها تخطى الأهلي لمرحلة المجموعات من دور أبطال إفريقيا 2010 وظهر محمد ناجي جد في القائمة عندما أحرز هدفا في مرمى مزينبي الكنغولي بملعب الكلية الحربية بمرحلة المجموعات من دور أبطال إفريقيا 2012 وهناك الكثير من الأهداف التي اعتاد الأهلي على تسجيلها في الدقيقة 90 وما بعدها إنها عقدة رسخها الأهلي على مر السنين أمام منافسيه ولن تعرف الانتهاء أبدا طبعا البلاس 90 وتاريخها الكبير مع النادي الأهلي وأنا بتفرج على التقرير دوت على الفيديو عايز أشوف إيه يعني أكتر هدف ممكن واحد يفتكره دايما البلاس 90 بكلها بتكون بطولات كلها على المستوى على المستوى الفرحة أو على مستوى البطولة كلها بصراحة يعني هو ده النادي الأهلي وما تلاقيش فريق في العالم زي ما قلت لحضراتكم في هذا الكم من البطولات أو هذه الأهداف في البلاس 90 زي ما قلت لحضراتكم يمكن تقال في الروبورت أو في التقرير جينات دخلت دي إن إيه للعاب النادي الأهلي وكل من ينتمي للنادي الأهلي يا محمد بنشوفها بشكل أكتر من رائع وزي ما بقولك خلاص بقى بتتنقل للمنافس وده الشيء المهم وده الشيء الهام بوجهة نظري إن إحنا مقامنين به كل من ينتمي للنادي الأهلي مقامن بالبلس 90 وعنده أمل في آخر لحظات إن إحنا بنعود تاني لمباراة لكن كمان ده على مستوى المنافس كمان بيحس إن لا النادي الأهلي ممكن يكون متأخر لكن في أي وقت ممكن يعوض صحيح يعني إحنا لو هنتكلم المفروض المسؤولين عن الأرقام والإحصائيات يحطوا فيجر جديد أو عامل جديد في الكياس وهو بلاس 90 ليه ده اللي عمله النادي الأهلي مش بس الأهداف الحسيمة اللي بتجيب البطولات ودي معنا طبعا ده الهدف يمكن هدف رائع جدا من محمد شريف لأفشل عملها يعني وان توتش بشكل أكثر من رائع طبعا رجعت لي بيرس تاو وخلينا نقف عند الحتة دا لأن مهم جدا دور بيرس تاو اللي في اعتقاد شخصي مكسب كبير جدا جدا للنادي الأهلي تحركات ولا أروع من اللعيبة المميزة سرعات سرعات هيلة بالكرة من غير كرة تمركز أكثر من رائع وكمان لما نشوف التصرف في الكرة الزيتية تصرف فعلا تصرف لعيب كبير ده بتتكلم في الدقاية الأخيرة ممكن يكون فيه فيه بانيك لللعيبة عايز يتصرف بطريقة عشوائية أو بطريقة سريعة لكن تاو بصراحة تصرف بشكل أكثر من رائع نمشي تسورة معنا وموقف كمان طهر محمد طهر يعني زي ما بقولك الفنت اللي عمله تاو دوت أعتقد 70-80% من الهدف كمان مع وجود محمد طهر في البوزيشن وطهر كمان يعني كان هادي جدا على الكرة زي ما بقولك محمد من يعني طهر محمد طهر كان هادي على الكرة وفتح لنفسه زاوية للتزديد وسجل أعتقادي هدف أكثر من رائع من شريف لأفشا لتاو لطهر محمد طهر جون رائع في توقيت صعب جدا جدا طبعا اللعبة من بدايتها من شريف والعرضية لأفشا ثم لبيرستاو عايز أقول لحضرتك كابتناني هو زي ما أنت قلت 70-80% من الهدف هو بيرستاو لو أي لعب تاني كان ممكن يشوتها صحيح كان ممكن تيجي في الشبكة من برا طبعا يعني ويقول أنا عملت اللي عليها ولكن الهدوء الرزينة في وقت حاسم ده بيدل على قيمة اللعب قيمة اللعب هنا أنه هو لما ويفع الكورة الرؤية بقت أوضح بصاها بكل ارتياحية لطهر حتى طهر كمان ما شردش على طول بكل هدوء اعطاها برجله الشمال وده قيمة برضو اللعب اللي قدر يلعب باليمين بالشمال في البوكس في المنطقة دي هدف ملعوب ملعوب هو يعني عوض تقريبا مقابل 30% بدون أي خطورة أو شراسة هجومية ولكن هذا الهدف هو ده الشراسة الهجومية هو ده اللعبة الهجومية الوحيدة طيب خلينا نتكلم على الشراسة الهجومية ونبدأ من أول المباراة وانت زي ما انت قلت كان البداية كان فيها توطر شوية بسبب طبعا غياب في اللحظات الأخيرة عامر السولية وشفت إزاي البداية وشفت إزاي النهاية لأن هي داية الفرق معنا وخاصة أنا كنت بشيد طبعا بالجاز الفني في عملية التغييرات السريعة ما بين شرطان المباراة طبعا هو الارتباك اللي حصل في البداية كان بسبب طبعا الإصابة لعامر السولية أنا كان عندي تعقيب صغير في بداية المباراة يعني كنت شايف أن بيتس موسوماني ما كانش المفروض يعاول على الخماسي أو السوداسي منتخب مصر للإجهاد يعني عامر السولية من أكثر عيمة حمدي فتحي نفس الكلام أيمن أشرف أفشا أفشا شريف أيضا ولكن نقدر نقول هو اعتمد عليهم كان محتاج طبعا السقة أنه يعيد السقة للعبين تاني ولكن الوقت يا كابتناني كان قصير جدا نقدر نقول أن إصابة عامر السولية أنا معاك في الجزء الأولانية برضو لكن خلي بالك كلها أوراق ربح وكلها عناصر مهمة جدا عميدة مؤسرة عميدة مؤسرة بشكل كبير جدا يمكن على مستوى يمكن غياب عامر السولية طبعا للإصابة كان بعض الناس بتقول لا كان ممكن جدا نعود واحد نص الملعب بدل منلعب تاني بسلاسي في خط الظهر ولكن الأهم العودة تاني لشكل الإيجابي ما بين الشوتين لأن التغييرات كان ليها عامل مهم جدا طبعا الارتباك اللي حصل بسبب إصابة عامر السولية اللي له دور كبير جدا في الارتكاز والربط ما بين الدفاع والهجوم عامر السولية بحساسية الليدر الكابتن الكابتان واللي بيكود الفريق كله طبعا البداية الشوت الأولاني كان فيه ارتباك عدم تركيز دايما كان اللعبة على أرضيات كل الاتجاه طبعا 3-4-3 دي الخط اللي بدأ بها ودايما طبعا بيلعب بها كمسيماني ما كانتش هي الأفضل طبعا في البداية في ظل هذه التغيرات اللي حصلت كان كل اللعبة من ناحية علي معلوم ناحية الشمال كان فيه عرضيات كتيرة كابتن هاني رغم عدم وجودنا جوة 18 ما فيش سترايكر صريح جوة 18 بس اللي يحسب كمان أنا باتفق معك اللي يحسب كمان إن مهم جدا إنك ككوتش تقرى المباراة من بر الخطور وده اللي عمله في الشوت الثاني صحيح الشوت الثاني عدى خمس دقايق بدأ إنه يعيد حساباته ويحط النقط على الحروف وده اللي أنا سميت مسلماني العبقاري بجد لأنه هو بتغييراته السريعة في فرقة كابتن يعني إحنا ممكن كجمهور التايمينج ده مهم جدا أهم حاجة التايمينج إحنا ممكن بعدين متوقعين حينزل محمد شريف دلوقت إلى أحمد عبدالقادر لا ولكن التايمينج المناسب التاكتكس اللي غير بيها طريقة اللعب مبارح لعب أربعة تلاتة أربعة اتنين واحد وده اللي ساعدت الفريق بشكل كبير التغيير الأولاني بنزول محمد شريف ثم طبعا عبدالقادر ثم طهر في النهاية غير شكل الفريق طبعا إيه ده الاستحواز الأكبر لنا طبعا ما كانش فيه الحتة الشراسة الهجومية زي ما قلنا ولكن احنا كنا مسيطرين مسكين الكرة بشكل كبير شفت أكرم بدأ يلتزم بأدوار الدفاعية ويراح هناك برسيته في ناحية اليمين وده بيلعب عليه بشكل كبير لأن الرجال كان بيستني الهجمة المرتدة فبالتالي شفنا ديانج عمل ربط حمد فاتح تأخر قفل الحتة القلب الدفاع مع ديانج بدأ يكمل ويروح ويجي بعد كده شفنا الهجمات نزول أفشة وأنه يقرب من معلول بات إيجابية بشكل أكبر لحد الهدف الهدف ملعوب بطريقة تكتيكية فنية عالية جدا مش صدفة الهدف ده ليس محد الصدفة لأ تلعب بطريقة ممتازة زي ما شرحنا زي ما حدثتك عرضت الهدف دلوقتي بلس تسعين الروح والتكملة لحد آخر ثانية أنا شايف أن موسماني بتغييراته بالتكتيكس اللي حصلت في الملعب بوجود أكرم اللعب الرجولة العالي اللي عمله مبارح خصوصا في الشوط الأولاني صحيح أنا أتفق معك في كل اللي قلته لكن كمان نيجي آه خلاص جبنا الهدف وجدت ضربات الترجيح ودي ضربات حتى يعني ضربات ترجيح في وقت صعب جدا اللعيبة مجهدة بشكل كبير الضغط عالي جدا ولكن الجميل في الموضوع أن كل لعيب النادي الأهلي شاطوا ضربات الجزاء بشكل أكتر من رائع ده دليل كمان أنه كان فيه تدريب دي جوز تدريب والحطة النفسية مهمة جدا إزاي تتعامل مع ضربات الجزاء الترجيحية في أوقات صعبة خاصة أنك بتكسب بطولة دي كمان النادي الأهلي أعتقد لعبة النادي الأهلي والجهاز الفني اشتغل عليها بشكل أكتر من رائع بالإضافة لكده أن معظم اللاعبين اللي شاطوا مبارح كانوا مشاركين أمام قطر واخصرنا بدربات الجزاء فالعامل النفسي ونعيد التركيز تاني والحماس والتشجيع لللاعبين ده كان عامل مهم جدا نشتغل عليه المسلمان والجهاز الفني مع لعبتنا ذكروا بشكل كبير جدا إزاي الحارس المرمى واللعيبة بيشوتوا وأنا أعتقد كان فيه تدريب بشكل كبير جدا على ضربات الجزاء وعلى كرات السبتة ده كان ملقوص جدا لعبة دخل التنبارح كابتن هاني بكل ارتاحية حتى محمد شريف اللي أضاع ضربة الجزاء أمام قطر بكل ارتاحية أحرز الهدف أكرم لعبة شاطة تنبارح بطريقة احترافية أوروبية عالية جدا كانت صعبة جدا على الحارس إنه هو يصده في اليمين أو في الشمال حتى كان صحيح زي ما تكلمنا البطولة دي بطولة تاريخية ما في الشك بطولة لها طعم خاص جدا زي ما بقول لحضرتك كمان إن النادي الأهلي في مصاف الفرق العالمية خلاص أنت بتتكلم بتنافس بقى فرق محلية لا أنت بتنافس فرق على مستوى عالمي على مستوى عدد البطولات القرية وعدد البطولات على مستوى التنافس مع نادي زي ريا المدريد أعتقد كمان ده جزء مهم جدا إن تقربت بشكل كبير جدا جدا إن ريا المدريد حاصل على تقريبا 26 بطولة قرية النادي الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر الأفريقي وصل لرقم 24 فده كمان علشان الناس اللي بتقول بتتكلموا على العالمية لا فعلا بالأرقام والحقائق النادي الأهلي من الأندية العالمية المصنفة عالميا طبعا وأنا أعتقد إن الأهلي قدامه فرصة هذا الموسم للتحق بريال مدريد والوصول كمان للبطولة 26 قرية على مستوى أفريقيا فيه ناس ممكن تبص للمقارنة كابتن هاني أنت بتقارن ريال مدريد أو الليجة الأسبانية لا احنا برضو الأفريقيا ودلوقتي العناصر الأفريقية المؤسرة اللي بنوردهم لأوروبا سواء كان في الدورة الإنجليزية أو الدورة الأسبانية قوة يعني شفنا حتى بطولة الكاس العرب الأخيرة ومستوى الكرة العربية مستوى الكرة الأفريقية عالية جدا مستوى الأندية يعني مش بس على مستوى المنتخبات على مستوى الأندية لا الأهلي والرجاء والصفاكس الأندية أفريقيا كابتناني أندية قوية جدا صحيح فتتويج الأهلي بالبطولات 24 بطولة قرية يعني استطاع أنه هو أعتقد هذا الموسم كابتناني في إيد النادل الأهلي عنده فرصة ذهبية أنه هو في المواصلة تحقيق اللقب الـ 11 إن شاء الله إن شاء الله أمم أفريقيا أو دورة أبطال أفريقيا وبرضه سيكون في فرصة قوية جدا للسوبر والأهلي أمامه فرص كبيرة لتخطي الرقم الكياسي لريال مدريد وعد الـ 26 إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي دايما متعود على البطولات بطولة جديدة كما أقول لحضراتك في دولاب النادي الأهلي كمان كان فيه إدارة فنية على مستوى متميز جدا يمكن بيتس موت ثماني بيتدخل بشكل أكتر من رائع ما بين الشوتين وتغييرات تكتكية غيرت شكل النادي الأهلي حتى على الشكل اللجومي عناصر مهمة جدا جدا إذا كان الدفع بشريف أو نتكلم على عبدالقادر أو حتى على مستوى طهر محمد طهر كلها كانت إيجابيات وكان يعني فوز مستحق للنادي الأهلي على فريق كبير فريق الرغاء فريق كبير قدمه براء جيدة جدا تعالوا مع بعض نشوف بيتس موت ثماني قال إيه بعد الفوز بالسوبر الأفريقي لدينا فلسفتنا من حيث طريقة اللعب كنا غير سعيدين بعض الشيء عندما كانوا يلعبون كرات عالية لأن تلك ليست فلسفتنا الأهلي لا يسجل الأهداف عندما نلعب بتلك الطريقة نحتاج وضع الكرة على الأرض ولعب تمريرات وكلما مررنا الكرة أكثر حصلنا على مساحات أكبر وزادت قدرتنا على الاختراق لكن مع الكرات العالية أن تترى مدافعي الرجاء أنهم ضخام القامة ويستطيعون لعب الكرات الرأسية لذلك لا يساعدنا لعب الكرات العالية لكن عندما بدأنا وضع الكرة على الأرض أوجدنا المساحات لذلك لدينا فلسفتنا من حيث طريقة اللعب وهذا ما أخبرتهم به بعد المباراة عليكم الوثوق بطريقة لعبنا فزنا بالعديد من الألقاب فزنا بدور أبطال إفريقيا وكأس السوبر وسنذهب لكأس العالم للأندية عن طريق اللعب بهذه الطريقة إذن لماذا أردتم التغيير؟ لأن النتيجة بهدف دون رد عليكم أن تتحلوا بالصبر وعندما صبرنا حصلنا على النتيجة التي أردناها طبعا التحلي بالصبر هذا جزء مهم جدا من استراتيجية المدربين وده بينعكس بشكل شفناه في الملعب على اللعبة فيه فرق أنك تلعب برتم أسرع شوية عشان تحرز هدف وأنك متسرع وممكن تضيع كل المجهود دوت من خلال التسرع وده اللي قاله المتسماني أن احنا طلبنا بالصبر شوية وفي الآخر حقا أننا المراد بهدف التعادل وبالتالي وصلنا للضربات الترجحية بكل تأكيد يعني إحنا دائما مستعجلين شوية إحنا كجمهور مستنين الكثير والكثير النادي الأهلي طبعا زي ما حدثتك قلت كافتناني معروف نادي بطولات خلاص دي مباراة مباراة بطولة 90 دقيقة بتعتمد بشكل كبير على أنصاف الفرص على خبرات اللاعبين على خبرات نادي كبير يعني رعب لأفريقيا طبعا فكانت مباراة مهمة يعني الاستعجال شوية طبعا زي ما حدثتك قلت بيحدث توتر هو أعتقد بيقصد هنا مش الاستعجال بس على في المباراة بتاعت مباراة أو المباراة الأمس بشكل عام على البطولات نحن بنحق بطولات وكله بيجي ولكن محتاجين الصبر الدعم كلنا ثقة طبعا والنادي الأهلي مكمل في مسيرته ومزيد من الألقاب بكل تأكيد مكاسب كتيرة جدا محمد على مستوى البطولة زي ما تكلمنا على المستوى العالمي والتنافس الشديد وتقارب مع ريال مادريد في عدل البطولات القرية كمان على مستوى اللعبين كأفراد بنشوف ان بيرستاو من اللعيبة خلاص اللي بدأت الجماهير تاخد ثقة كبيرة جدا جدا فيه وهو يستهل هذه الثقة لانه لعيب كبير شايف بيرستاو مكسب للنادي الأهلي من خلال فنيات كبيرة جدا شايفه برضو تقييمك انت اللي بيرستاو خلال يعني مش المباراة دا لكن من خلال مباراته مع النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت عنده مرونة تكتيكية عالية جدا يعني شفناه في دور السترايكر او الرقم تسعة قدى بشكل كبير جدا في التحامات في التمركز الصحيح جوه البوكس في الـ 18 شفناه لما بيوديه طبعا وينجي مينو بيلعب كجناح ايمن مهاري يا كابتناني دايما يرقص ويخش في العمق عنده لمساته قوية جدا المرونة تكتيكية اللي بتمتع بيها بيرستاو الهدف اللي شفناه مبارح الرزانة الهدوء عنده رؤية بشكل كبير كل ده اضافات مكاسب كبيرة للنادي الأهلي في الصفقات الأخيرة طبعا قيمة لاعب زو قيمة بيضيف مع لاعبين حواليه برضو زو قيمة عالية انا اعتقد ان بيرستاو حيكون ليد دور كبير جدا في الفترة الجاية مع الاهلي في التتويج بمطلات ما فيش شك ان طبعا بيرستاو من اللعيب او مكاسب او مكسب كبير جدا للنادي الأهلي ومنتظرين كمان الافضل منه لان اللعيب عنده امكانيات عالية جدا لكن انا كمان وقفت عند لقطة بكاء طاهر محمد طاهر من الواضح كمان يا محمد ان طاهر بالنسبة له الهدف ده كان هدف غالي جدا في اطار ان الضغوط الكبيرة اللي كانت على اللعب خلال الفترة اللي فاتت عدم اشتراكه بصفة مستمرة الشكوك شوية من السوشيال ميديا على امكانياته انت شفت ازاي كمان شكل طاهر محمد طاهر وطبعيات هذا الهدف اللي بالنسبة له كان هدف غالي جدا وشفت ازاي بكاءه صحيح يعني هو عليه ضغوطات او ضغوط كبيرة جدا زي ما حدثتك قلت بالزبط بكاءه مبارح بيقول لا انا استحق انا اتمنى مواصلة مع النادي الأهلي ويعني هدف غالي جدا سجله طاهر محمد طاهر في تاريخه وتاريخ النادي الأهلي يعني ده من الاهداف اللي هتذكر على مدار التاريخ زي الاهداف اللي حدثتك على الطاف في البداية الحلقة هدف مهم جدا بيعيد طبعا السقة لطاهر طاهر كان بيكون بليه دور تكتيكي عالي جدا في الملعب ممكن مش كلنا بنشوفه بشكل كبير لكن يعني التحركات الفتح المساحات للاعبته زميله ممكن يكون المشاركات مش واضحة بشكل كبير ولكن هو لعب على ناحية تكتيكية عالي جدا كابتن هاني لسا قدامه وعنده كتير جدا أعتقد بعد هذا الهدف والبكاء اللي خلص الضغوط اللي كانت عليه سينزل المباريات القادمة ان شاء الله بثقة عالية جدا وحنشوف منه أداء أكثر من رائع فيه مع التوليفة اللي شفناها اللي صنح على فكرة مسماني ما بين أفشا وشريف ودلوقتي بيرستا ودخل معاهم ديانج وحمد فتحي والسلية طبعا توليفة عظيمة جدا بتأدي بشكل كبير لسكواد رقم واحد حتى لسكواد رقم اثنين أو الصف التاني مش عايزين نسمي صف التاني وصف أول لا كل اللعباء على كوالت عالي بيأدوا الأدوار بشكل ممتاز قد تختلف طريق لعب معينة عايزها المدير الفني لا تنافس بالشكل المطلوب في بعض المباريات لكل مباراة لها ظروفها ولكن اللعباء على مستوى عالي جدا كوالت عالي جدا روح عالي جدا أنا أعتقد أن طاهر حنشوفه الفترة الجاية صاحب الهدف التاريخي ثقة هتكون مرتفعة بشكل كبير طيب أكيد طبعا وأنا كمان رسالة صغيرة كده لطاهر محمد طاهر يعني يعني يعتبر الهدف ده أكيد هدف غالي عليك وعلى جماهير النادي الأهلي بشكل كبير وزي ما قلنا خلاص خرقت الضغوط أنت عندك إمكانيات كبيرة جدا واللعيب الكبير اللي هو ما يقعش بسرعة عملية الإحباط السريع اللي ممكن تنال من بعض اللاعبين أنت لعيب كبير ولازم يكون عندك إصرار وعندك عزيمة أنك ترجع تاني بشكل كبير لعيبة كتيرة جدا على مستوى عالي بتتكعبل في السكة بتبقى ملغبطة شوية لكن الجدعانة والقوة وقوة الشخصية أنك ترجع تاني أنك بتلعب لنادي كبير وبالتالي المنتظر منك كمان لازم يكون مردود كبير كل طبعا التوفيق اللي نجمينا طار محمد طار وكل نجوم النادي الأهلي وكل طبعا منظومة النادي الأهلي لسعادة مصر كلها مبارح بفوز السوبر الأفريقي هنقفل ملف النادي الأهلي وبعد الفاصل هنتجه لأوروبا نرجع تاني لأوروبا ونتكلم على البريميال ليج هل البريميال ليج هيتكمل السنة دي المشاكل اللي بيمر بها البريميال ليج كمان نشوف طبعا نتاج الجولة اللي فاتت وطموحات كبيرة جدا لليفر بول سيتي وتشيلسي في الحصول على البريميال ليج لكن كل ده بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية محمد يلا نروح على أوروبا ونبدأ بالبريميال ليج يمكن في خلال الإنترو كنت بتكلم على مش هتكلم على الفنيات لكن نتكلم على أزمة كبيرة جدا بتمر بالبريميال ليج والكورة الإنجليزية انتشار بيروس كورونا عدد كبير جدا من لعبي أندية الدور المحترفين في إنجلترا بتصاب بكورونا في عملية زعر شوية في البريميال ليج شايف المنطقة دي ازاي؟ وخاصة أنت عارف أنك كنت لسه راجع من ألمانيا وألمانيا خلاص قردي قفلوا الاستادات والمبارات بتتلاعب بدون جمهور شايف الأمور ازاي في إنجلترا؟ بالنسبة لإنجلترا طبعا الأمور متأزمة لحد ما ولكن في الاجتماع الأخير من الدارة أو المسؤولين عن البريمير ليج قالوا احنا هنكمل طالما أن فيه 13 لاعب على قل مع حارس المرمى موجودين يقدر المدير الفني يعتمد على بتكملة السكواد من الناشئين أو من الشباب تحت 21 عام ويبدأ أنه يكمل السكواد بتاعه بشكل أو بآخر ولكن احنا مكملين حدد الإصابات كتيرة جدا بتصل لتسعين ألف دلوقتي و 75 و 85 ألف حالة في اليوم من المتحاور الجديد بالنسبة لإنجلترا احنا شايفين هل للأندية هترضى بكده طبعا هو بيكون قرار سائر على الأندية كلها خلينا نأخذها بالجزئين الجزء الأولاني هل يعني ربطة الأندية المحترفة في إنجلترا عندها مشكلة مع الخسائر اللي ممكن يعني تحصل من تاني إن الجماهير ما تخشش ويبقى فيه خسائر مادية كتير للأندية هل الأندية هتعمل البلانس دوت هتقولك مش هجازف بشكل كبير جدا في خسارة أموال تانية وحنلعب يمكن لو زي أنت بتقول لو عندنا 13 لعيب بلاس حارس مرمى ندعم من الشباب ويلعبوا ولا هيكون فيه وقفة كبيرة جدا مع كمان الحضور الجماهيري يعني في كل التصريحات اللي شفناها لبيب جارديولا يوربين كلاب الأندية الكبيرة في البرايمير ليج كلهم يعني بيقولوا طبعا الإنسان الصحة ده الأهم نتبع الكواعد والقوانين ولكن كابتن هاني سيكون فيه خسائر كبيرة جدا مش عايزين الأندية ترجع كان للعام الماضي عايزين يكملوا ويلتزموا بكل الكواعد الصحية دلوقتي الاتجاه رايح فيه الإجبار على التطعيم والجرعة الثالثة فيه خبر حلو مبارح نزل في البرايمير ليج في الأخبار والصحف وهناك في إنجلترا كابتن هاني إن اللي متطعم جرعتين بالنسبة لللاعبين على سبيل المثال فتم تقليل مدة الحجر الصحي من 10 تيام ل7 تيام وده هتدي فرصة كبيرة جدا لللاعبين المصابين في تشيلسي على سبيل المثال أو ليفربول إن هما يعودوا للمباريات القادمة بشكل سريع جدا لأنه كده عدى 7 تيام أو أكثر من 7 تيام وده خبر مهم جدا الغلق أنا أعتقد في الأيام القادمة لو زادت الأعداد أو الإصابات أو عادل الإصابات بشكل كبير سوف يتم منع دخول الجمهور وده اللي حصل في ألمانيا دلوقتي ألمانيا ما استنتش اجتماعات أو نقعد مع مسؤولين البوندس ليجا لا تم القرار قفل على طول المباراة القادمة 28 ديسمبر بدون جمهور بيسموها الجايسترشبيل يعني المباراة الأرواح يعني ما فيش حد في الأشباح يعني ما حدش موجود في الاستادات أو الحضور الجمهور أنا أعتقد أن البرايمر ليج لو استمر زيادة عدد الإصابات سوف يتم مبدائيا غلق أو عدم دخول الجمهور ده ده من ناحية البرايمر ليج بشكل عام شوفنا الليجة أو الليجة الأسبانية لسه الأمور يعني ماشى بشكل إلى حد ما أفضل مما هو الوضع عليه في البرايمر ليج وأعتقد أن هم مكملين يعني ما شفناش أي إجراءات صارمة حتى الآن هو كل الحديث في البرايمر ليج هو ده الأكبر زي ما حدتك قلت طبعا القيمة التسوقية والإعلامية والمكاسب الكبيرة في عدم حضور الجمهور أو عدم لعب المباريات أو تأجيل المباريات بأسطر شكل كبير على الأجندة الدولية وبعد الأنديم محمد كانت اقترحت يمكن تأجيل أربع مباريات من من العام لبداية العام الجديد لكن زي ما أقول لحضراتكم رابطة الأندية المحترفة مصرر لغاية دلوقتي على طبعا استمرار البطولة بشكل كبير جدا ده على مستوى طبعا رابطة الأندية المحترفة في إنجلترا على مستوى المدربين بتقول إيه تعالوا مع حضراتكم نشوف بيب جارديول قال إيه عن أزمة فيروس كورونا في البريمير ليج ليس لدي رأي في ذلك لذا الأطباء أو العلماء أو الدور الإنجليزي بغض النظر عن من يتخذ القرار سأدعمه بنسبة مئة في المئة لذا فهي ليست مشكلة في الدور الإنجليزي إنها مشكلة للمجتمع أرى الناس في الشوارع ولا أحد يرتدي الكمامة ولا أحد يلتزم بالتباعد الاجتماعي لهذا السبب سيحدث الأمر عاجلا أم آجلا لذلك حاولوا خلق بيئة جيدة لموظفين ولاعبين وطاقم العمل علينا أن نكون في حالة تأهب وعلينا أن نجربها إنها مشكلة في جميع أنحاء العالم لا تزال موجودة الفيروس لا يزال موجودا المتحور الجديد موجود ثم ما سيقرره الدور الإنجليزي سنقوم بدعمه طبعا غارديولا طبعا بيقول إلا هيقرروا المسؤولين عن إدارة الدوري البريميال ليج إحنا اللي هنقوم به ولكن ما عقبش بشكل كبير على هو قال دي ده طبعا العلماء وده كثرة هما اللي يحددوا لكن هو بيقول كمان إحنا مع ما يقرره رابطة بالزبط يعني هو يعني بيدعم طبعا الحكومات أو القرار الوزارات الصحة أو المسؤولين على الصحة بشكل كبير زي ما هو قال ولكن ما بين السطور كده كابتن هاني قال كلمة حلوة يعني مفروض كلنا ناخد بالنا منها أو الجمهور هناك ياخد بالهم منها أن ما فيش التباعد الاجتماعي ما فيش الناس ما بتلتزمش بشكل كبير باللبس بالتال ده رسالة يعني بشكل غير مباشر حاب بيوجهها أبيب جورديولا للجمهور أو الشعب الإنجليزي بشكل عام أو في العالم بشكل عام ولكن ده مهم جدا أنا أعتقد لو تم الالتزام يعني حيكون فيه مواصلة للدوريات الكبيرة ومما خاصة طبعا البريمير ليج وانت عارف البريمير ليج من أكبر الدوريات على مستوى العالم وزي ما بقول دايما هم بيحسبو كمان على المستوى المادي وعلى المستوى المالي يعني زي ما تكلمنا أثار كورونا السنة اللي فاتت أثارها السلبية على الأندية كانت كبيرة جدا جدا لكن في الآخر طبعا صحة اللاعبين والأجهزة الفنية هي الأهم وبالتالي هنشوف إيه اللي هيحصل نروح بقى على المستوى الفني يمكن نشوف أنا وانت يمكن نتائج الجولة أو الجولة 18 من البريمير ليج أكيد فيه مبارات كتير جدا اتأجلت بسبب يعني إصابة اللاعبين لكن فيه أربع جولات الليدز بيقسر أمام الأرسنال أربعة واحد نيو كاسل بيقسر أمام المين سيتي أربعة سفر تعادل تشيلسي مع والف هامتون سفر سفر وتعادل ليفر بول أيضا مع توتنهام اتنين اتنين كل المبارات الباقية طبعا إفرتون ووليستر تأجل واتفورد وكريستل بالاس واستهام مع نوريتش سيتي ساوس هانتون مع برينتفورد وأستون فيلا مع بيرلي اليونيتد أمام برايتون ده كل المبارات دي تأجلت شفت شفت النتائج على مستوى النتائج ازاي بالنسبة للمبارات ونبدأ مبارات ليفر بول وتوتنهام وتعادل اتنين اتنين طبعا يعني هو توتنهام هنا بقى بنتكلم على الإصابات وإصابات الكورونا وتأثيرها بشكل كبير الفرق ما بين ليفر بول وتشيلسي والمان سيتي عايز أقول الفرق ما بين بيب جوارديولا ويورجن كولوب وتوماس طوخل هو دلوقتي اللي بان فيه ظل الأزمة الحالية بالإصابات الكثيرة اللي شفناها ليفر بول غيب عنه أهم مع نصه المؤسرين جدا فاندايك زي ما شفنا فهمينه بنص الملعب هو الأساس المكمل مع هندسون طبعا إضافة كبيرة جدا إصابتهم بالإصابة كورونا أثرت بشكل كبير عليهم ما عندوش السكواد التاني اللي يقدر يعتمد عليه دايما بيب جوارديولا أو عندو ما عندوش لعب واحدة كابتن هاني عندو يعني القائمة كلها بتشارك محدش عارف مين هيكون في التشكيلة الرئيسية في المباراة القادمة وهذه المباراة أو أو وهو ده النجاح اللي استغلوا وهو ده اللي بان قوة البيب جوارديولا مواصلته للفوز في ظل الصعوبات الحالية وإصابات كورونا والتوقيطات المباراة المتتالية يعني الوقت صاير جدا ما فيش وقت لعادة البناء تشيلسي يعني حنيجي لتشيلسي بس خلينا نشوف كمان ليفر بول وتوتن هام وأرقام المباراة لأن مباراة كانت قوية جدا جدا يعني نتيجة 2-1 وكانت طبعا خلينا نتكلم على الأرقام سريعا طبعا نتيجة الأهداف 2-2 الفرص 7 ليفر بول إدري حقا منها هدفين كان فيه 12 فرصة للتوتن هام أحرص منها هدفين الأهداف المتوقعة كانت لصالح توتن هام 2.8 مقابل 1.6 ليفر بول الاستحواز كان لصالح ليفر بول بنسبة 60-40 التمريرات صحيحة بالنسبة ليفر بول 82% مقابل 79% للتوتن هام التصويبات على المرمى 17 تصويبة ليفر بول ما بينهم 6 ما بين القائم والعرضة مقابل 10 تصويبات لتوتن هام منهم 6 ما بين القائم والعرضة العرضيات 25 عرضية ليفر بول مقابل 13 توتن هام والركنيات 4 ليفر بول 6 توتن هام أرقام تدل أن المباراة كانت إلى حد ما متقربة يعني بشكل كبير لكن الأداء الفني شفته إزاي توتن هام بيمر بفترات على يعني الكيرف ساعات بيطلع وينزل بشكل عشوائي لتوتن هام عندهم سكواد كبير جدا لكن كمان ليفر بول أعتقد أنه خسر نقطة في سباق الصدارة بالنسبة للحاق طبعا بالمانسيتي وهو دلوقتي في المرتبة التانية اللحاق بمانسيتي بشكل خاص صحيح هو كانت مباراة من أقوى المباريات اللي شفناها في البرايمر ليج هذا الموسم توتن هام زي ما قلت كونتي عاد الروح للفريق يعني شفنا طبعا الروح رجعت إزاي شفنا هاري كين وإصراره يعني ضع أكثر من فرصة حقيقية كابتن هاني أمام المرمى هاري كين اللي دايما بينافس على هدف البرايمر ليج هذا العام لم يحرز الهدفين الهدف كنت يعرف يحط إيده على نقاط الضعف والقوة عند توتن هام أنا أعتقد وفي الترانسفير ماركة الشتوي يعني بدأ أنه يتارجد بعض اللاعبين أنه يقدر أنه يدعم بيهم صفوف الفريق في النص التاني من النوسم كنت عامل شكل رهيب لتوتن هام أنا شايف أن توتن هام في الفترة أو النص التاني من النوسم حيكون لوضع آخر حيث ممكن يلحق في السباك بشكل آخر من التوب فور أعتقد فيه صعوبة ولكن على الأقل أنه يزر يرجع الكوة من الستة لواء يضمن جزء فيه طبعا البطولات الأوروبية كنتي طبعا وحضراتكم عارفين كنتي كمان الروح الكبيرة اللي بيتميز بها كنتي طبعا مدير الفني لتوتن هام أكيد يعني بتنعكس بشكل كبير على اللعبة وعلى الجماهير تعالوا حضراتكم نشوف يورجن كلوب المدير الفني لليبربول قال إيه بعد المباراة وكمان نشوف كنتي قال إيه بعد المباراة ونرجع مع حضراتكم والناقش اللي قالوه مع طبعا نجمنا المتواجد الناقض الرياضي محمد الباز النتيجة على ما أعتقد جيدا أعتقد أن الأمر كان سيكون مختلفا مع قرارات مختلفة من الحكم لكن مع القرارات كيف فعل ذلك أنا مرتاح من النتيجة التعادل مع توتنهام بهدفين لا بأس بذلك كان الأمر صعبا بالنسبة لنا لعدة أسباب أولها أنه كان علينا تغيير الكثير من الواضح إذن أنه من الصعب التعامل مع التحديات المختلفة في مباراة كهذه كان التحدي هو أننا نلعب ضد توتنهام كافحنا مع هذه اللحظات بشكل طفيف لذلك كان علينا إعادة تنظيم دفاعنا بشكل أفضل في الشوط الثاني لأننا لا نجري دائما في هجوم المرتد فهذا لا يعني أن إبراهيم كوناتي متورط في تمريراتنا الهجومية أو أن مورتون هو من يقف في مواجهة هاريكين هذا ليس ما ينبغي أن يكون عليه الأمر حقا بالنسبة البطاقة الحمراء التي تلقاها روبرتسون رأيناها الآن يمكنك أعطاء بطاقة حمراء إنها ليست أقصى على الإطلاق لكنها ليست الأفكاء أعتقد أننا جميعا نتفق الآن كان يجب طرد هاريكين لكنه لم يفعل قال لي السيد تيرني في موقف الجزاء إنه يعتقد أن جوتا توقف عن قصد أراد أن يتعرض للضرب إذا شهدت الموقف مرة أخرى فهذه وجهة نظر حصرية للغاية قدمنا قدمنا أداء جيدا والتزاما كبيرا ورغبة كبيرة في حظ النقاط ضد فريق قوي بالنسبة لي أحد أفضل الفرق في هذه اللحظة في العالم وليس فقط في أوروبا قد يكون الحصول على نقطة وحيدة أمر جيد من ناحية ومن ناحية أخرى أعتقد أنه عندما تصنع العديد من الفرص ويكون لديك هذا النوع من الأداء عليك أن تقتل خصمك خاصة للحصول على ثلاث نقاط لهذا السبب أعتقد أننا يجب أن نشعر بخيبة أمل بعض الشيء يجب أن نعود إلى المنزل سعاداء ولكن نصف سعيد من ناحية ولكن من ناحية أخرى محبط بعض الشيء لأن لدينا فرصة مهمة للحصول على ثلاث نقاط ضد ليفربول بالنسبة لي هو واحد من أفضل الفرق ليس فقط في الدور الإنجليزي ولكن في العالم أهلا بحضراتكم مرة تانية تعليق يورجون كلوب كان بجزء كبير محمد راضي بيقول لنا راضي عن النتيجة لكن كان عنده بعض التعليقات على الحكم البطاقة الحمراء الشكل الدفاعي لفريق ليفربول بالضبط يعني هو أعتقد النتيجة كانت مرضية بالنسبة لكلوب في ظل الأزمات والغيابات الحالية غيابات مؤسرة جدا هو طبعا علق على التحكيم وكل التهاركين كان يستحق الطرد فيها بكل تأكيد هو يستحق الطرد يعني وكان فيه بعض الأخطاء التحكمية ولكن كابتن هاني يورجون كلوب المباراة النقطة في صلحه في ظل غياب طبعا فاندايك في الدفاع إبريما كوناتي زي ما هو علق عليه هو لعب طبعا ممتاز جدا شفنا حتى في المباراة الأخيرة في الكاسل الرابط هنكلم عليهما أمام مليستر سيتي عمل ماتش جامد جدا في نزوله في الشرط الثاني عاد الليفربول مكانته بدأ أن هو يغطي المشاكل الدفاعية اللي كانت في الشرط الأولاني بريم كوناتو الواحده بدون فاندايك جنبه دي أزمة كبيرة جدا أمامهم فامينو طبعا هو ده المحرك يعني وهي دي مشكلة يورجون كلوب هو عارف كده كويس جدا وقالها في تصريح مبارح على فكرة قال أنا بيب جوارديولا بالنسبة له تمام أنه يلعب أوكي بالنسبة له فاين هو يلعب كل ثلاث تيام مباراة عنده سكواد عنده 24 لعبة بيقدر أنه يعتمد عليهم ده ميزة يعني إحنا إحنا أنت يورجون كلوب يعني مع كامل احترامنا من أحسن مدربين في العالم لابد من الاعتماد لكن هو طبعا الاستعداد والبري سيزون وعدد النجوم الكبار الموجودين في المان سيتي لأن في قدرة كمان المان سيتي خلينا بكل أمانة قوة شرائية أكبر كتير من الليبر بول لكن على مستوى الدكة على مستوى السكواد زي أنت بتقول المان سيتي عنده فرئتين الليبر بول بيعتمد بشكل وباخر على 14-15 اللايب بس بالزبط وبال14-15 هما 5-6-7 بالكتير مؤثرين جدا غياب أي واحد يوم زي ما شوفنا مع فاندايك الغياب الطويل أثر بشكل كبير على دفاع الليبر بول نفس الكلام بيعيد نفس السيناريو هذا العام بإصابات الكورونا اللي هي أنت لازم تكون مستعد ونتعلم من الدرس من العام ميش طيب على مستوى كنتي بقى محمد كنتي بيقول أنا يعني عايزة أنا مروح نص سعيد يعني عنده إحباط لأنه كان بيقول ثلاث نقاط كانوا مهمين جدا فريق كبير وبالتالي كان عنده نوع من أنواع الإحباط شوية بهذا التعادل طبع لأن توتنهام بعد التعادل دوت دلوقتي في المركز السابع بعد من يونايتد بـ 26 نقطة يعني من يونايتد بـ 27 نقطة ثم يأتي وستهام المركز الخامس بـ 28 نقطة كبير تنهاني يعني فرق نقطة واحدة أو نقطتين قد الفوز بالأمس أو الفوز في الجولة الأخيرة اللي توتنهام على ليفربول كان ممكن يحسن وضعه في الجدول على الأقل أنه يكون في المركز السادس بعد وستهام مع المواصلة في الفوز والعمل والروح العادها لتوتنهام. كنت بلعب بالفكر الإيطالي. شفناه بالشكل الدفاعي. البحث بيقفل كل المساحات. وراء بلعب على المرتدة. بيعتمد على سرعات السنو وهاريكين. ده اللي شفناه أمام ليفربول. أعتقد أنه فيه فرصة كبيرة جدا لعادة توتنهام للتوب فايف والتوب فور. في حال التعصر طبعا. وستهام أو الأرسنل في المباريات القادمة. منافسة بقت شرسة. صحيح. وأعتقد أن المركات والشتوة أكيد هيأثر بشكل أو بآخر على عدد كبير من الفرق فيه خلال الفترة اللي جاية. نروح لمباراة تانية. كانت مباراة وان سايد جيم. السيتي بيكتسح نيو كاسل على أرضه بأربعة أهداف نظيفة. مان سيتي. نحن دلوقتي نتكلم على مان سيتي. زي ما قلنا بيب جوردولا ما عندهوش السترايكر الصريح. صحيح. على مدار العام. وفي الكالندر أو العام الميلادي كاملا أحرز 106 هدف أكثر نادي أحرز أهداف في دور الإنجليزة أو في البرايم ليج أو في إنجلترا هو المان سيتي. المان سيتي طبعا زي ما قلنا دلوقتي بيعتمد على عنده فرقتين بيأكل الأخضر واليابس كل مباراة بسكور عالي جدا. ما عندهوش أي توقف لاعتماد على أكثر من اللاعب. شايفين كابتن هاني اللي عامله بيب جوردولا. نحن نبص حتى بالأرقام وحتى بالفنيات دلوقتي عندك كنسل. وعلى سبيل المثال الراجل دلوقتي من أكثر الناس مشاركة في الأسست في صنع العام. صحيح. كل اللاعبها دلوقتي ما تقدرش تعرف مين الصنع للعاب. مين رقم عشرة. مين الجيسوس على ما أعتقد برضه في كل المشاركات في كل الهجمات في كل الهجمات. وستيرلينج وعندك دي برويين. كله بيحرز نص الملعب تقريبا كله بيحرز. بتتكلم على لو حتى فيه استرايكر بيحرز عدد أهداف كبيرة جدا. وشكل هجومي رائع ليه طبعا المان سيتي تعالى برضو. وانا وانت نشوف أرقام المباراة ما بين مان سيتي ونيو كاسل. نيو كاسل كمان علامة استفهام كبيرة جدا على أداءه هذا العام. واعتقاد الشخصي خلاص هو ممكن يحضر للشامبينشيب السنة اللي جاية. مع إدارة سعودية ممكن يرجع بقوة خلال السنة اللي بعد جاية للبريمير ليج. إحصائية مباراة منشستر سيتي ونيو كاسل. 4-0 صالح المان سيتي. الفرص 10 فرص للمان سيتي أحرز منهم أربع أهداف. نيو كاسل 3 فرص بس في كل المباراة. ما قدرش يترجم منها ولا فرصة. الأهداف المتوقعة طبعا رقم كبير. 3.4 لصالح المان سيتي مقابل 0.5 لنيو كاسل. استحواز كالعادة. يعني نتكلم على جارديولا. استحواز تقريبا يعني نتكلم فيه 70-30. التمرات الصحيحة نسبة التمرات من سيتي 92% صحيحة مقابل 81% لنيو كاسل. تصويبات 16 تصويبة منها 7 ما بين القائمة والعرضة للسيتي. مقابل 10 لنيو كاسل منها 6 ما بين القائمة والعرضة. 8 عرضيات مقابل 13 لنيو كاسل. المان سيتي 6 ركنيات مقابل 6 ركنيات لنيو كاسل. نيو كاسل. عايزة أكلمك عن نيو كاسل من الأندية الكبيرة جدا في البريميا ليج. ولكن في اعتقاد الشخصي الأمور بقت صعبة جدا جدا. رغم وجود مستثمر سعودي في نيو كاسل. ولكن تبدو الأمور لهذا العام أو السيزون ده صعبة جدا على نيو كاسل. طبعا مع وجود التغيرات اللي حصلت في الإدارة وفي الملاك للنادي والمستثمرين الجدد. كابتن هاني أكيد طبعا أثر بشكل كبير جدا فنيا على اللاعبين وعلى المباريات وعلى النتائج بشكل كبير. زي ما حدثك قلت طبعا إعادة لنيو كاسل في الشامون شاب يقدر أنه يعيد نفسه بشكل تاني. يبدأ عنده فرصة أنه يدعم الصفوف بلعبين أفضل وأعتقد أنه يكون عنده العامل أو الدعم المادي المالي في استقطاب لعبين جدد كواليتي أعلى. أنه يقدر يعيد نيو كاسل طبعا لوضعه المعتعرف عليه في جدول برامليج. هو دلوقتي طبعا رقم 19 مركز 19 في نهاية الجدول مع نوريس سيتي. أعتقد أنه فرصة كبيرة جدا لعادة هيكلة النيو كاسل في فترة الجاية. طيب المباراة الثالثة احنا بنتكلم على سولاسي دلوقتي. سولاسي البريمير ليل بتتكلم على تشيلسي بتتكلم على ليفر بول وبتتكلم على المان سيتي. المان سيتي بيحقق الفوز 4-0 على نيو كاسل. ليفر بول بيتعصر. مش بيتعصر لكن يفقد نقطة أو نقطتين بالتعادل مع توتنهام 2-2. ولكن يأتي تشيلسي كمام أمام وولف هامتون. وولف هامتون بيتعادل مع تشيلسي 0-0. شفت المباراة ازاي؟ وهل تشيلسي سنة سنة بيتراجع وبيقصر نقاط في صراع القمة في البريمير ليل؟ طبعا يعني نزيف النقاط مع تشيلسي. احنا قلنا السبب الأساسي بتاعها في التغيير اللي حصل دوت كله. بسبب اعتماد توماس تخل على عناصر وحيدة أساسية مؤسرة بشكل كبير. إصابة كورونا طبعا. احنا نتكلم يا كابتناني دلوقتي عندك ما عندوش السترايكر اللي بيخلص الفرص اللي بيصنحها تشيلسي. دي أول مشكلة وقع فيها تشيلسي في الفترة الحالية مع توماس تخل. غياب لفترة طويلة جدا للكاكو. لوكاكو غائب بشكل كبير جدا. لوكاكو كان الأمل الكبير. وقدومه طبعا من الإنتر كان صفقة تكلفت أكتر من 110 مليون يوروين. صحيح يعني احنا نتكلم دلوقتي لوكاكو. عندنا تيمو فيرنر كاي هافتس أيضا. التلات لعبين دول بالنسبة للسترايكرز اللي بيخلصوا الفرص لتشيلسي وإحراز الأهداف غيبين تماما. كوفا سيتش دوت من أهم اللعبين المؤثرين اللي بيعتمد عليهم برضو مصاب بإصابة الكورونا. كانت في نص الملعب بغاية بشكل فترة كبيرة جدا عن الفريق. دول اللعبة الأساسية اللي بيعتمد عليهم توماس تخل. بدأ أنه يعتمد على الأجنحة في الفترة الخيرة أو البكات. يعني زي ما شفنا جيمس أنه يزيد وأنه يساعد أو يساهم في التلت الهجومي. وده أدى لخراب أو تقدر تقول تدمير الخط الدفاعي لتشيلسي. اللي كنا بنقول أنه من أقوى خطوط خط دفاع في البرايمالليج لهذا العام. ولكن كل ده بسبب الغيابات الكثيرة بيواجه طبعا التحدي الكبير مع توماس تخل. زي ما قلنا برضو نفس المثال مع يورجون كلوب مع ليفربول. اللعبة مؤثرة بيكتم الاعتماد عليهم بشكل كبير. ولكن حظ السيء لتوماس تخل أنه أكثر من اللاعب. أهمهم طبعا الستريكرز. زي ما قلنا لوكاكو وفيرنر وكايهافرت. لعبة مؤثرة جدا. صحيح محمد. طب تعالى أنا وأنت والسادة المشاهدين كمان نشوف طبعا توماس تخل المدير الفني لتشيلسي. قال إيه بعد المباراة. فريقي بخير. وهذا أهم ما في الأمر. لكنهم لم يعودوا بالطبع. لأنهم لا يستطيعون العودة حيث يتوجب عليهم الابتعاد لعشرة أيام قبل أن يتم السماح لهم بالعودة. لذلك هذه هي المشكلة التي نعاني منها. لأنهم غير متاحين. أصيبوا بكورونا. لا نعلم بالضبط ما إذا كان بإمكانهم اللعب أم لا. وما إذا كان إشراكهم قرارا خطرا أم لا. لكن أولا هم غابوا لعشرة أيام. والأمر لا يشبه تعرضهم لإصابة خفيفة أو وجود بعض المخاوف. سيغيبون لمباراة واحدة. في جدولنا يمكن أن يكون هناك مباريات أكثر. ولذلك لم يعد أحد حتى الآن. ما عدا جورجينيو. لأن نتيجة فحوصاته جاءت سلبية. ومن الواضح أن فحصه الإيجابي كان خاطئا. ثم عاد للانضمام للتمارين. تحوم شكوك كبيرة حول إندرياس. بسبب الإصابة. والأمر ذاته ينطبق على تريفو. أكيد بعض الإحباط لطوماس تغل في سباق القمة على البريمير ليغ. طبعا بعد خسارته بعض النقاط في الأسباع الأخيرة محمد. وبالتالي واضح زي ما أنت بتقول أن غياب بعض اللعيبة بيأثر بشكل. هو بتكلم طبعا على فيروس كورونا. غياب بعض اللعيبة بسبب فيروس كورونا. بيأثر على الأداء. وبالتالي على النتائج. صحيح. يعني هو للأسف من أكثر المداربين أو الفرق. يعني سوق حظ كبير بواجهة توماس تخل. لأنه مش لاعب أو واحد أو اثنين أو ثلاثة. لا ده يعني فيه سبع تعمل لعبين كابتن هاني. وكلهم مؤثرين. وكلهم هما يعني نقدر نقول الصف الأول بالنسبة لتوماس تخل. والتشيلسي توماس تخل. اعتماد عليهم بشكل كبير. زي ما قال كده هو الوحيد اللي ممكن تم التعافي. وحيرجع بشكل كبير هو جوردينيو. ولكن أنا أعتقد بعد التصريح ده نزل القرار الجديد. اللي هو السبع تيام. زي ما قلنا للعبين اللي تم تطعيمهم جرعتين. فسبع تيام فقط هو حجر صحي. ويقدرون هما يرجعوا. أعتقد ستكون فرصة كبيرة جدا للعودة بشكل سريع للمباريات القادمة. تشيلسي نزيف النقاط اللي حصل. وكذا تعادل وراء بعد طبعا بأثر بشكل كبير. ببعده عن الصدارة دلوقتي من سيتي تقريبا فرق ست نقاط. يعني محتاج أنه هو يبدأ إعادة البناء الفريق الثاني. أنا أعتقد أن توماس تخل دلوقتي. يا كابتنان بدأ ينظر إلى الشباب. يعني عنصر الشباب تحت 21 سنة. أنه هو يبدأ أنه يعني يعتمد ويدعم صفوفه. طبعا طبعا تخل طبعا يعني طبعا في موقف حارج جدا. على الجانب الآخر فيه كمان مدير فني في أزهى فترات ابن تكلم على أرتيتا المدير الفني لفريق الأرسنال. بعد الإحباط من بداية صعبة جدا للأرسنال في البريمير ليج. دلوقتي أرسنال بيقدم مباريات قوية جدا. فوز متتالي وفوز على ليتز أربعة واحد. مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال الأل إيه بعد الفوز الكبير على ليتز أربعة واحد. نشوف مع حضراتكم. لقد كانت رحلة رائعة. أنا سعيد وفخور حقا بالشراكة التي خطتها في هذه الرحلة. أود أن أقول إننا مررنا بمراحل مختلفة خلال هذين العامين. مرحلة كان علينا فيها على الفور حصد النتائج ومحاولة تغيير الوضع الذي كنا فيه. ثم حصلنا على الكأسين الذين كانوا بمثابة رفع كبير وذكريات رائعة بصرف النظر عن عدم وجود الأشخاص. فإن مشجعين معنا أستمتع بهذا. كان لدينا عام فيه كل شيء. كان لدينا كوفيد. كان لدينا الكثير من التغييرات حول النادي من أعلى إلى أسفل. كان من الصعب حقا إدارته. مع بعض اللحظات الصعبة ثم إنهاء الموسم بطريقة قوية حقا. إنها الآن مرحلة جديدة نبدأ فيها إعادة بناء الفريق. ونتخذ اتجاها واضحا للغاية فيما يتعلق بكيفية المضي قدما مع النادي. والاتصال الحقيقي بين الفريق والمشجعين والملكية والمجلس. أعتقد أنه الآن الإثارة. أنا متحمس لمواصلة دفع هذا المشروع إلى الأمام. لمواصلة العمل مع هذا الفريق الشاب حقا. ولكن على استعداد للمنافسة. من أجل التحسن وإعادة النادي إلى حيث ينتمي. تصرحات متفاعلة جدا لأرتيتا بعد بداية سيئة. ولكن الآن بيتكلم على كمان المنافسة. على البريمير ليج وإرضاء الجماهير الكبيرة. وطموحات الجماهير بالنسبة للفريق كبير زي الأرسنل. طبعا حقه كان فيه صعوبات في بداية البريمير ليج. كان فيه كلام كتير. سوف يرحل أرتيتا. أرتيتا هيمشي. لا أرتيتا فعلا عمل مشروع كويس. ممتاز رائع. بدأ أن هو يبني الروح تاني في السكواد. وبدأ أن هو يطلع ويفوز. عنده مباريات فوز متتالية. وده شيء يحسب لأرتيتا بصراحة بكل أمانة. نشوفنا أهم ليستر سيتي وواتفورد. كانت بس الخسارة أمام ليفربول ومان يونيتد. ولكن مواصلة للفوز وحصد النقاط. ودلوقتي بيعتلي كمة. تعالى لو أنت نشوف ترتيب ترتيب البريميال ليج بعد الجولة. 18 أكيد في بعض المباريات وبعض الفرق ما لعبتش. لكن البريميال ليج بعد الأسبوع. 18 المان سيتي في المرتبة الأولى ب44 نقطة. ليفربول في المركز الثاني 41 نقطة. تشيلسي في المركز الثالث 38 نقطة. الأرسنال في طبعاً الطوب فور في المركز الرابع ب32 نقطة. وستهام يونيتد الخامس ب28 نقطة. المان يونيتد في المركز السادس 27 نقطة. توتنهام في المركز السابع ب26 نقطة. والف هامتون في المركز الثامن 25 نقطة. مركز التاسع ليستر سيتي 22. أستون بيلا في المركز العاشر 22. كريستال بالس 11 ب20 نقطة. برينفورد في المركز الثاني 12 ب20 نقطة. بريتون في المركز الثالث 20 نقطة. أفرتون في المركز الثالث 19 نقطة. ساوث هامتون في المركز الثالث 17 نقطة. ليفتز يونيتد في المركز الثالث 16 ب16 نقطة. وواتفورد في المركز الثالث 13 نقطة. بينري في المركز الثالث 11 نقطة. نيو كاسل في المركز الثالث 19. عشر نقاط. نوريتس سيتي في المركز الأخير ب10 نقاط طبعا الدوري الدوري الإنجليزي أكيد دوري قوي جدا بس بقول حضراتكم ده في بعض طبعا المباريات مؤجلة لكن يتبقى الصراع السلاسي وممكن كمان أرسلان يخش ولسه منتظرين توتنهام وإلمان يونيتد دوري قوي جدا لكن خلينا الأول نطلع فاصل بعد الفاصل نخش على دوري آخر دوري الأسباني بعد الفاصل حالا بحضراتكم مرة تانية برحب بحضراتكم وبرحب بك محمد مرة تانية خلينا نتكلم على لليجا الدوري الأسباني وقبل ما أتكلمك على النتائج هل فعلا حاصم خلاص الدوري الأسباني لريال مدريد من خلال تفوق كاسح للريال هذا البداية من هذا السيزن يعني دي فرصة في إيد أنشلوتي هيضيعها زي الموسم اللي فات ولا هيحافظ عليها الفرصة الزهبية اللي استغلالها هذا الموسم أو هذا النص الأولاني إن كان فيه مباراة لسه تم تبديرها إنه اللي لعبوها بالأمس وطبعا ساعدته في الفوز واكتساح أو اتصادرت الجدول ب46 نقطة في فرق كبير جدا ما بينه ما بين أش بلاي في الملك الثاني 38 نقطة الفرصة في إيد أنشلوتي ده ساعد وأنشلوتي لا الأمور السنة دي يعني جايله على طبع من فضة كده بتتكلم على المنافسين بتواري المدريد بارشلونة بتتكلم على أتليتكو مدريد بتتكلم على شبيليا بتتكلم على يعني كل الفرقة بنتكلم عليها تعالى نمسك أنا وانت أول فرقة بارشلونة لأن بارشلونة كمان بيمر بأزمة كبيرة جدا جدا ويمكن كان قدوم تشافي من السد القطري كان فيه أمال كبيرة جدا أن تشافي يطلع بارشلونة لبر الأمان لكن من الواضح أن ما كانش المشكلة بارشلونة هي مشكلة لمدير فني بعد رحيل كومان لكن تشافي كمان بيقابل مشاكل على المستوى الفني صحيح وبيقابل نفس التحديات ولكن تشافي عنده ثقة في الكتيبة الشباب اللي معاه يعني 17-18-20 عام من جافي ونتكلم على أروخه ونتكلم على عبدالصامد دلوقتي ويعني كتيبة شبابية هو بيزرع الأمل فيهم واعتماد وثقة كبيرة جدا زي ما حدثتك قلت الكل يخدم أو أنشلوتي بيخدم ريال مدريد بيقدم الدوري هذا العام على طبق من ذهب لأنشلوتي وعليه أنه يستغل الفرصة مع تأخرة تليتكو مدريد بأربع هزايم وده الغريب وده المفاجأة اللي احنا شفناها في الليجة الأسبانية طبعا إشبالية مع التأخر أو التعادل الأخير أمام برشلونا عطلو ويعني أمامك الفرصة أنشلوتي مع السكواد القوي كريم بنزيمة واللي بيعمله كريم بنزيمة اللي شال تريبا الفريق على أكتاف وزي ما قلنا بلكده مع حضرتك من 2018 حتى هذا العام متصدر هدفي الدوري الأسباني بـ 15 هدف هنتكلم على بنزيمة كمان لأنه فعلا يستحقه يمكن هو أيام حتى ما كان رونالدو موجود كان يمكن كان مختفي ولكن كان أدواره مهمة جدا جدا تعال نشوف نتائج الجولة الأخيرة من الدوري الأسباني ونشوف كمان أعتقد ريال مدريد حسم البطولة من بدري لكن نشوف النتائج سيل تا فيجو بيكسب اسبانيول 3-1 رايو فالوكانو بيكسب ديبرتيبو أعلى بيز 2-0 ريال سوسيداد بيهزم من بيا ريال 3-1 وبرشولونا 3-2 مع ريالشي وإشبيليا 2-1 أمام أتليتيكو مدريد لرناطا والفوز 4-1 على ريال مايوكا أتليتيكو بلباو 3-2 على ريال بتيس ختافي بيفوز على وسوسونا 1-0 ريال مدريد ده تعادل مع قادش 0-0 ليفانتي وفالينسيا 4-3 ده يمكن الجولة اللي قبل أتليتيكو بلباو 2-1 على ويفوز ريال مدريد على أتليتيكو بلباو 2-1 وزي ما بقولك يعني خلينا نتكلم على برشولونا برشولونا كان أمام إشبيليا مباراة دايما مباراة برشولونا وإشبيليا مباراة كبيرة مباراة فيها تنافس كبير جدا فيها أهداف كتير شفت التعادل إزاي التعادل يعني كان فيه مصلحة كان مرضوط طبيعي لسير المباراة يعني طبعا هو كان مرضوط طبيعي لسير المباراة تعادل منطقي كان أمام طبعا تشافي فرصة زهبية أنه يفوز على أشبيليا ولكن طبعا تاريخ المواجهات ما بينهم دايما مباراة عنيفة مباراة بتحزب الكوة الفوز فيها مش دايما سهل دايما فيه مطبات وعطلات إشبيليا دايما يعني أنا شايف أن التعادل أخر إشبيليا طبعا في التنافس على صدارة مع ريال مدريد هنشوف الجدول لكن خلينا نشوف سريعا أنا وأنت والسادة المشاهدين أرقام مباراة برشلونة وإشبيليا أرقام وأحصائية رقمية لهذه المباراة وزي ما قلت لك يمكن برشلونة بيمر بأزمة على المستوى الفني اعتماد كبير على الشباب بشكل كبير جدا طبعا مشوار صعب لبارشلونة هذا السيزون لكن برشلونة أمام إشبيليا والتعادل واحد واحد الفرص كانت ست فرص لبارشلونة أحرز هدف منها مقابل فرصتين لإشبيليا أحرز هدف منها الهدف المتوقعة كانت لصالح برشلونة 1.6 نسبة الاستحواز كانت برشلونة تقريبا بتكلم 57 مقابل 43 التمريرات الصحيحة بنسبة 86% برشلونة 82% إشبيليا 20 تصويبة لبرشلونة منها 6 ما بين القائم والعرضة مقابل 5 لإشبيليا منها واحدة بس ما بين القائم والعرضة 15 عرضية لبرشلونة مقابل 6 إشبيليا 9 رقنيات مقابل 4 لصالح برشلونة الأرقام محمد لصالح برشلونة بشكل كبير يعني برشلونة بالأرقام هو كان الأقرب للفوز هو كان أكيد متأخر بهدف لكن تعادل يمكن فيه 45 من نهاية الشروط الأول صحيح يعني هو ده اللي بنقول عليه لسه الفريق التوليفة بدأت فعلا تتحرك بشكل كبير جدا مع تشافي وأنا أعتقد مع العنصر الشبابي والتفاعل ما بينهم كابتناني والتنافس حتى ما بينهم على أرضية الميدان ستوادي برشلونة في مكان أفضل خلال المباريات القادمة يعني مهم جدا أن تشافي بدأ يدعم الصفوف اللاعبين زي ما حدرتك قلت في ران توريز من من سيتي خلاص الصفقة تمت بشكل كبير وحيشارك في يناير القادم مع الفريق طبعا فيه تدعمات كبيرة جدا بيشتغل على دلوقتي تشافي فيه خمس لعبين عارضهم للبيع يعني لو نتكلم بشكل كبير كوتينيو معروض للبيع طبعا ويمكن على مستوى التدعمات أكيد تشافي بيسابق الزمن طبعا لتدعمات الشتوية الفريق برشلونة لإنقاذ الموسم بالنسباله لكن خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم برحب بحضراتكم مرة تانية برحب بك محمد وخلينا نتكلمنا على برشلونة ووشابي محاولاته الكبيرة جدا لاستعادة سقط الفريق مرة تانية من خلال التدعمات الشتوية لكن نروح على الجانب الآخر ريال مدريد واستمرارية في الفوز والتقلق وكاتبة أنشلوتي طبعا واستمرارية في حصد النقاط كابتن هاني إلى أن وقع مام قادش العقدة التي تعرف عليها مام ريال مدريد والتعادل سفر سفر على الرغم من الاستحواز كان 82% لريال مدريد مقابل 18% لقادش وعلى الرغم من ذلك لم يستطع حتى كارين بن زيمة بإحراز أي هدف إلى أن أتى طبعا مباراة الأمس أمام أتليتك بلباو وفاز 2-1 طبعا صاحب الهدفين كريم بن زيمة زي ما قلنا أنشلوتي أمامه فرصة زهبية بالتواصل الفوز وحصد اللقب هذا العام مبكرا والحفاظ على طبق من ذهب الأندية كلها بتخدم على أنشلوتي وعلى ريال مدريد صحيح خلينا نتكلم كمان لسه هتكلم على كريم بن زيمة لكن نروح نشوف أرقام المباراة السبع دعائي الأولى كان أحرز بن زيمة هدفين وفوز 2-1 على أتليتكو بلباو الإحصائية طبعا فوز 2-1 على بلباو طبعا الفرص كانت خمس فرص لريال مدريد أحرز منها هدفين مقابل ست فرص لأتليتكو بلباو أحرز منها هدف وحيد الأهداف المتوقعة كانت لصالح أتليتك نسبة 1-1.1 وطبعا نسبة الاستحواز كانت لصالح ريال مدريد 60 مقابل 40% التنميرات صحيحة بنسبة 92% للريال مقابل 88% لأتليتكو بلباو التصويبات على المرمى 12 ريال مدريد منها 8 ما بين القائم والعرضة مقابل 14 تصويبها لأتليتكو بلباو لها 2 ما بين القائم والعرضة العرضيات 6-17 عرضية لأتليتك طبعا عدد الركنيات ولا ركنية لريال مدريد مقابل 7 ركنيات لأتليتكو بلباو الأرقام شوية متقربة النتيجة شوية متقربة لكن اعتقاد الشخصي أن كريم بن زمة هو النجم الأوحد حاليا في الريال على مستوى التهديف على مستوى التقلق والمنقذ الأول والأخير في الريال وصاحب الأرقام القياسية تقول إيه على كريم بن زمة خلال الفترات اللي فاتت مع ريال مدريد وحتى على مستوى الدولي مع المنتخب الفرنسي صحيح يعني هو كريم بن زمة زي ما قلنا من 2018 حتى الآن كابتن هاني هو الحكومة المطيعة زي ما بيقوله بيحرز الأهداف في كل مباراة طبعا بيعتمد عليه الريال مدريد بشكل كبير هداف الليجة الأسبانية هذا العام ب15 هدف كل مباراة بيحرز هداف العودة للمنتخب الفرنسي زي ما حضرتك قلت والمساهمة بشكل كبير بالفوز باللقب الأخير دوري أمم الأوروبية وأصبح ناضج يعني بينافس حتى على البالوندورا والكرة الزهبية أو الأحسن لعب في العالم لهذا العام وأعتقد العام القادم هيكون يعني بيزاحم الكبار أيضا سواكن صلاح أو ليفندوسك أو ميسيا أو رونالدو كريم بن زمة دايما هو المفتاح هو طبعا الحل هو الرغم زي ما شفنا بالأرقام مبرات الأمس أحرز هدفين أهدافه كلها ممتعة يعني مش بس أهداف لا بيحرز أهداف فعلا تاريخي تأهداف يعني ممتعة فعلا تتفرج عليها مرة واثنين وثلاثة كريم بن زمة في عالم آخر ويعني بيواصل مع السكواد الحالي يعني يعني جابر الفينيسس عامل مبارات مباريات قوية جدا بيخدم مع لا كلهم صراحة يعني في مستوى أكتر من رائع وأنشلوتي أعتقد نقول له مبروك من دلوقتي لليجة الأسبانية طبعا ريال متصدر بفرق كبير جدا مع تأخر برشلونا مع تأخر أتلاتيكو مدريد مع شبيليا أعتقد الموسم تحسن بشكل كبير لصالح الريال في النهاية يا محمد بن شكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا كالعادة شكرا كابتن هاني ومرة تانية مليون مبروك للنادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي وكانت النادي الأهلي مبروك لحضرتك كل جمهور النادي الأهلي ألف مبروك شكرا جزيلا يا محمد شكرا لحضرتكو وتاني ألف ألف مبروك بيئة السوبر الأفريقي مبروك لإدارة النادي الأهلي لجمهور العظيمة للنادي الأهلي ولعيبة وأجهزة النادي الأهلي الفنية كل التوفيق لفرقتنا إن شاء الله إن شاء الله البطولات لا تتوقف عن النادي الأهلي يعني بقول تاني ألف مبروك ونهاية حلقتنا نهاية الأسبوع إن شاء الله لقائمة حضرتكو بإذن الله يتجدد يوم الاتنين في يوم جديد وحلقة جديدة من المحترفة موسيقى إن أهلي معلم أجال ما فيش تعب بيأفضل فينا إحنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا موسيقى